السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين حضورنا الكريم أساتثتنا الأفاضل حياكم الله وبياكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من الجنة منزلا يشرفني ويسعدني أنا محدثكم عدنان قلعجي أن أكون معكم في أسبوع الثقافة الإعلامية في موسمه الثاني وعلى بركة الله نبدأ هذا الحدث الذي يجمعه بين نخب الفكر ورواد الإبداع في أروقة الثقافة والإعلام ونحتف اليوم بانطلاقة موسم جديد من النقاشات الثرية والمحاضرات المعرفية الذي نأمل أن يعزز من دور الثقافة الإعلامية في بناء المجتمعات والتواصل بين الثقافات المختلفة إنها فرصة لنا جميعا لنسبر أغوار الفنون والعلوم ونرتقي بمستوى التفاهم والتبادل الإعلامي من خلال هذا الأسبوع ندعوكم لتكونوا جزءا من رحلة الاستكشافية في عالم الثقافة الإعلامية حيث الأبداع لا حدود له والمعرفة تتجاوز الزمان والمكان ونأمل أن تشاركونا في تعزيز الوعي وتحفيز الفكر من خلال سلسلة من الأنشطة التي تلامس مختلف الأذواق والاهتمامات نبدأ أسبوع على الثقافية الإعلامية مع محاضراتنا الكولة والتي بعنوان المنهجية الإعلامية في مواجهة الظواهر السلبية المخدرات النوذجة والتي يقدمها لنا سعادة البوف عبدالهادي الزيدي وإليكم أحبتنا نبذة مختصرة من سيرته العلمية الأستاذ مساعد الدكتور عبدالهادي محمود الزيدي تولد بغداد عام 1965 بكالوريوس إعلام بكالوريوس علوم إسلامية ودكتوراه سياسة شرعية من الجامعة العراقية في بغداد عام 2013 وله أكثر من خمس كتب منشورة وأكثر من أربعون بحثا منشورا في المجلات العربية والدولية أشرف وناقش عشرات الأطاريح والرسائل الجامعية عضو نقابة الصحفيين العراقيين وكذلك عضو مركز البصيرة للتطوير الإعلامي ورئيس المجلس العربي للتعليم والتدريب الألكتروني مشرف على مجلة نصف القمر بغداد وعضو هيئة تحير مجلة الطفولة العربية تدريسيهم في جامعة بغداد كلية العلوم الإسلامية نفع الله بكم دكتور ولكم الصلاحية مكاملة فتفضل مشكورا مأجورا تفضل سعاد دكتور بسم الله الرحمن الرحيم هل الصوت واضح سعاد عدنان؟ نعم دكتور واضح تفضل حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نتقدم بالشكر الجزيل في بداية حديثنا إلى منظمي هذا الأسبوع الإعلامي اللطيف الجميل المفيد بجمعيته جمعية البصيرة ومنصة أريد الإعلاميتين العلميتين وهي فرصة كما قال الأستاذ عدنان المقدم جزاه الله خيرا لنتعلم بعض المفردات وبعض الظواهر الإعلامية وقبل أن نتحدث ندعو الله تعالى أن ينصر أخوتنا في فلسطين وفي غزة المجاهدين المرابطين وأن يخبر من خذ لهم اللهم آمين بهذه المناسبة يطير أسبوع الثقافة الإعلامية أكثر من سؤال وهو إن تفردت وتشرفت منصة تريد بهذا الأسبوع فإنها بالتأكيد تستطيع أن تنظم أسابيع أخرى للثقافة السياسية وأسبوع للثقافة الاقتصادية وأسبوع للثقافة الصحية وأسبوع للثقافة القانونية وما شابه ذلك فلما لها لهذه الأسابيع ولهذه المحاضرات من أهمية بالغة في فائدة المستمع والأكاديمي العربي بشكل عام عنوان محاضراتنا اليوم هي المنهجية الإعلامية في مواجهة الظواهر السلبية المخدرات نموذجا وتعلمون ما لهذه القضية من مشاغل ومن مواقف ومن رؤى شغلت وما زالت تشغل العالم أي أعني بذلك قضية المخدرات وما لها من تأثير مبالغ على الشباب وعلى البشرية بشكل عام أولا نبدأ حديثنا بما مفهوم الظواهر السلبية ما دمنا قلنا أن المخدرات هي ظاهرة سلبية فيجب أن نحدد مفهوم الظواهر السلبية الظواهر السلبية هي حالات ومواقف وصور تحدث في مجموعات متنوعة من المجالات سواء في العلوم الاجتماعية والطبيعية وحياة اليومية وتجرب هذه الظواهر معها تأثيرات سلبية لذلك سمع الظواهر سلبية أو نتائج غير مرغوب يتسبب فيها الإنسان وأصبحت قضايا تهم المجتمع بأسره وترتبط بالسلوك الجمعي للناس أي بالسلوك المجتمع بشكل عام وتكون هذه الظواهر السلبية مخالفة للعادات والعرف الأعراف بشكل عام والتقاليد والثوابت المجتمعية والعرفية والدينية والوطنية مما يستدعي الأمر معالجتها والتحذير منها ومن المفارقة أننا يمكن أن نرى كيف يمكن لهذه الظواهر السلبية أن تكون مصدر إلهام وتحفيز البشرية للتغلب على التحقيات التي تواجهها فالتفكير في هذه الجوانب السلبية يمكن أن يشجعنا على العمل معا لتحقيق التغيير وبناء إنسان سالم وسليم ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة أعني أن معالجة هذه الظواهر السلبية بهذا المفهوم يمكن أن تحفز الإنسان على البناء وعلى الأطاع هناك عوامل مختلفة تسبب ظهور العوامل أو الظواهر السلبية أولا ضعف الإيمان أولا ضعف الإيمان في النفوس البشرية فقوة الإيمان في النفوس توجه صاحبها للعمل الصالح وتنهاه وتردعه عن العمل السيء اثنين من عوامل ظهور الظواهر السلبية هي الطراب القيم والمفاهيم ولاسيما مع الثورة المعلوماتية الهائلة عبر الشبكة العنكبوتية حيث يجد الشاب العديد من المفاسد ليقلدها ويحملها إلى غيره ثالثا الجهل فبعض الأفراد يقع في مثل هذه الأفعال نتيجة جهله بعواقبها وتأثيرها عليه كالمخدرات مثلا قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رابعا من عوامل ظهور الظواهر السلبية هي الأنانية المفرقة حيث يؤثر الفرد أن يفضل للفرد مصالحه والخاصة ولو كانت سلبية وسيئة في بعضها على المصلحة العامة فالذي يدخن في الأماكن العامة مثلا يعكي الصفة المتقدمة من الأنانية حيث قدم الأزوات والخاصة رغم ضررها وسلبياتها على المصلحة العامة فهذا جزء من عوامل ظهور الظواهر السلبية ومنها أيضا غياب الرقابة الأسرية الصحيحة وذلك حين إنشأ الطفل منذ صغره على المفاسد ثم في طور الشباب حتى ينحرش من خلالها دون رقابة صحيحة من أهله أيضا من عوامل وأسباب ظهور الظواهر السلبية هي نعدام الرقابة الذاتية وهي على صورة دكتور دكتور عبدهاي عفقا الشرائح لا تظهر أمامي أنا ظاهر أمامي ما الخلل إذن؟ حضرتك ما نسوي مشاركة للشاشة كأنه في خلل هل نبدأ أستاذ عدنان؟ دكتور تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نأسف جدا لهذا القلل الطارئ الذي طرأ على الأمور الفنية في هذه المحاضرة ومحاضرتنا بعنوان المنهجية الإعلامية في مواجهة الظواهر السلبية المخدرات نموذجا وهي ضمن أسبوع الثقافة الإعلامية الثاني الذي يقام بالتعاون بين منصة ريد العلمية وبين جمعية البصيرة للتدريب الإعلامي والبحوث والتدريب الإعلامي وهذا الأسبوع هو يقام للسنة الثانية على التوالي لتعميم الثقافة الإعلامية ولتوجيه بعض الأنظار إلى بعض الظواهر التي يمكن أن يعالجها الإعلام وقد اقترحت في بداية المحاضرة تكرار هذه الأسابيع الإعلامية عفواً العلمية في مختلف الجوانب كأسبوع للاقتصاد وأسبوع للثقافة السياسية وأسبوع للثقافة القانونية وأسبوع للثقافة السياسية وما شابه ذلك موضوعنا اليوم هو المنهجية الإعلامية في مواجهة الظواهر السلبية المخدرات نموذجاً ونبدأه بتعريف الظواهر السلبية فلا بد أن نقف في بداية الموضوع على معنى ومفهوم هذه الظواهر ويقول المفكرون أن الظواهر السلبية هي حالات ومواقف وصور تحدث في مجموعة متنوعة من المجالات سواء في العلوم الاجتماعية أو الطبيعية أو حياة اليومية وتجرب هذه الظواهر معها تأثيرات سلبية أو نتائج غير مرغوب فيها يتسبب فيها الإنسان وأصبحت قضايا تهم المجتمع بأسره كقضية المخدرات وغيرها وترتبط الظواهر السلبية بالسلوك الجمعي للناس وتكون مخالفة للعادات والأعراف والتقاليد والثوابث وهنا مفارقة نقف عليها أننا يمكن أن نرى كيفية يمكن لظهار هذه السلبية أن تكون مصدر إلهام وتحفيز البشرية للتغلب على التحديات فالتفكير في هذه الجوانب السلبية من هذه الظواهر يمكن أن يشجعنا على العمل معاً لتحقيق التغيير وبناء إنسان معتدل وسليم ومفكر ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة هنا نسأل ما العوامل التي تسبب ظهور الظواهر السلبية هناك عوامل وأسباب مختلفة تسبب ظهور العوامل السلبية في حياة الإنسان والمجتمع بشكل عام أولاً ضعف الإيمان في النفوس فقوة الإيمان في النفوس توجه صاحبها للعمل الصالح وتنهاه وترزعه عن العمل السيء فإذا فقد قوة الإيمان ظهرت هذه الظواهر السلبية اثنياً اضطراب القيم والمفاهيم ولسيما مع الثورة المعلوماتية الهائلة عبر الشبكة العنكبوتية شبكة الأنترنت حيث يجد الشباب العديد من المفاسد ليقلدها ويحملها إلى غيره ثالثاً الجهل فبعض الأفراد يقع في مثل هذه الأفعال نتيجة جهله بعواقبها وتأثيرها عليه كالمخدرات مثلاً قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رابعاً الأنانية المفرطة حيث تؤثر هذه النقطة يؤثر الفرد فيها مصالحه الخاصة ولو كانت سلبية وسيئة في بعضها على المصلحة العامة فالذي يدخن في الأماكن العامة مثلاً يعكي الصفة المتقدمة من الأنانية حيث يقدم نزواته الخاصة رغم ضررها وسلبياتها على المصلحة العامة وكذلك من عوامل ظهور الظواهر السلبية رابعاً غياب الرقابة الأسرية الصحيحة وذلك حين ينشأ الطفل منذ صغره على المفاسد ثم في طور الشباب حتى ينحرف من خلالها دون رقابة صحيحة من أهله خامساً إنعدام الرقابة الذاتية تسبب ظهور الظواهر السلبية وهي على صلة مباشرة بضعف الإيمان فالإنسان ضعيف الإيمان لا يستشعر أن الله تعالى يرى ويعلم سلوكه وأفعاله سادساً الصحبة السيئة فلها تأثير كبير أو أكبر الأثر في مثل هذه الظواهر السيئة فالصديق يؤثر في صديقه سلباً وإيجاباً هذه بشكل عام أسباب ظهور الظواهر السلبية في المجتمع ومنها المخدرات وغيرها طيب هل هناك طرق لعلاج الظواهر السلبية؟ نعم هناك طرق مختلفة من ضمنها أولاً التربية الصحيحة فهي الأساس في نجاح الفرد واستقامته قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثانياً أداء الأسرة لدورها الرقابة بشكل جيد يمنع انتشار وظهور الظواهر السلبية ثالثاً التوعية المناسبة وذلك عبر المساجد والمدارس ووسال الإعلام فكلها حلقات تتكامل وتتلاقى في ذلك الصحبة مع ذلك في الصحبة الحسنة رابعاً غرس قيم الولاء والانتماء ودور المؤسسات الدينية في غرس الوازع الديني والأخلاقي ووقف المتاجرة بالأزمات والدعوة للمعاملات الصيحة التي دعت عليها الأديان وتصحيح الفكر وأصلاح النفس في الدين يشمل العبادات والمعاملات وهذه النقطة تؤثر كبيراً كثيراً في علاج الظواهر السلبية ثانياً من محاور هذه الورقتنا ومحاضرتنا اليوم هي ما الإعلام؟ يعرف الإعلام لغة بأنه التبليغ وأبلغت الناس أي أوصلت لهم المطلوب من حيث الإصطلاح يعرف الإعلام أنه العملية التي يتم فيها نشر الأخبار والحقائق والآراء والأفكار بين الناس في مختلف الوسائل المتاحة لأجل الإقناع ونشر التوعية والحصول على التأييد وهو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت طبعاً هناك تعريفات مختلفة للإعلام من زوايا مختلفة من زوايا نفسية واقتصادية وسياسية وإعلامية بحثة ولغوية وغيرها ولكننا نختار التعريف الذي يعبر بشكل عام عن ماهية وفحوة وسائل الإعلام ووسائل الإعلام وتصنف وسائل الإعلام إلى وسائل مطبوعة كالصحف والمجلات وإلى وسائل مسموعة ومرئية كالراديو والتلفاز وإلى شبكة المعلومات العالمية الأنترنت ومن حيث الفكر أو المنهج فإن الإعلام أنماطاً مختلفة كالإعلام الخبري أو إعلام الرأي وإعلام المواطن المرتبط غالباً بوسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل تطبيقات متنوعة وخطاب إعلامي مؤثر في المجتمع إذن الإعلام هو منظومة حياتية كاملة فيها من الأخبار والآراء والقيم وكثير من الرؤاء الحياتية المختلفة هل هناك صلة بين وسائل الإعلام ومعالجة الضوار السلبية ربما يبدو الربط غريباً ونحن في محاضرة لإثبات كيف تعالج وسائل الإعلام الضوار السلبية وقد وجدنا أن وسائل الإعلام تنفرش في تأثيرها في الجمهور عن باقي المؤسسات الأخرى وذلك لما تتمتع به وسائل العام الشعبية إذ يمكنها مخاطبة أفراد المجتمع كافة مجتمعين أو فرادة وتصل إليهم مهما تباعدة المسافات أو تزايدة الحواجز فباقي المؤسسات تخاطب فيئة ذاتها كالطالب في المدرسة أو الجامعة أو العامل في المصنع أو الفلاح في المزرعة وما شابه ذلك أما وسائل الإعلام فإنها تجمع بين عدد من الوظائف مجتمعة فتقوم بالتعليم والتوعية والإرشاد والتثقيث ودورها واضح في دعم الأفكار الوطنية وتعزيز حب الوطن والحفاظ على سلامته وتقدمه ومع التطور التقني لوسائل الإعلام فإن قدرتها على التأثير أصبحت بارزة مما جعل الدول والحكومات تعتمد عليها كثيرا في الحاملات الخاصة بالتوعية في موضوعات مختلفة ومنها الانتخابات وغيرها في مجال وسائل الإعلام وارتباطها بالظاهر السلبية تقع على عاطق هذه الوسائل المتنهوعة مسؤولية كبيرة مرتبطة بأي اختلال أو تغيير في التوازن الحضاري والفكري ومن هذا المنطلق يعني لا ندعي أن وسائل الإعلام وحدها هي مسؤولة عن التوازن أو عن الخلل في التوازن الحضاري والفكري والاجتماعي ولكن وسائل الإعلام في مقدمة هذه الوسائل الذي تحدث هذا الخلل والذي تعالجه في نفس الوقت ومن هذا المنطلق تؤدي وسائل إعلام وظيفة حيوية تخدم المجتمع ويكون لها القدرة في التحصين الفكري والتقافي وبما يؤهلها بأن تبلور قيماً وما يبادئ إلى جميع فئات المجتمع وشرائح المختلفة وبالشكل الذي يتناسب مع ظروف ومعطيات ذلك المجتمع وبالتأكيد فإن هذا لن يتحقق إلا في توافر جهاز إعلامي كفوق ومتخصص ومتطور يتقن عملية التوجيه التي تعد الخطوة الأساس في تشخيط المشكلات والسلبيات السائدة وتمثيلها بصيغ واقعية وموضوعية مع ضرورة توافر مبدأ الإخلاص الوطني الذي يمكن أن نعده من أهم الاشترافات لنجاح عمل وسائل الإعلام في هذا الإطار من أجل وصول إلى حلول ومعالجات جذرية ومناسبة لكل المشكلات طيب وسائل الإعلام كيف ومعالجة التطوير السلبية أيضاً في هذا المجال تؤدي وسائل الإعلام دورها الفاعل والحيوي في تشخيص المشكلات الاجتماعية بوجود إمكانية تعاون هذه المؤسسات مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة لحل المشكلات ومعالجتها وهنا نسأل كيف تعمل وسائل الإعلام في ظل حرية التعبير في تشخيص المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية كظاهرة تعاطي المخدرات ووضع الحلول المناسبة لها أي كيفية عمل هذه الوسائل من حيث الآليات والسول والطرق للتخلص والحد من انتشار هذه الظاهرة السؤال الآخر ما حدود وإمكانيات وسائل الإعلام وتأثيراتها في الجمهور للحد من انتشار ظاهرة التعاطي والإدمان وفق الأسس والأساليب العلمية الدقيقة لهذا تعمل وسائل الإعلام مختلفة وفق صيغ علمية رصينة تهدف إلى نشر مواد مقنعة ومؤثرة من أجل التثقيف والتوجيه بضرورة تجنب السلوكيات المشينة وتجاوزها وفي مقدمتها ظاهرة تعاطي المخدرات طيب مع الاعتماد المتزايد على الأنترنيات أصبحت وسائل إعلام والتواصل الاجتماعي تؤدي دورا رئيسا في بناء الوعي وصارت مرجعا للتواصل اليومي وتلقي المعلومات لكثير من الأشخاص في العالم فهناك من يخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لتمضية الوقت فهذا من حقه وربما ليضاعة الوقت وآخرون أدركوا مدى قوة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي فاستخدموها بشكلها الإيجابي الفاعل لهذا يجب على الإعلاميين أن يتحلوا بالأمانة فيما يطرحون وأن لا ينشروا الإشاعات التي من شأنها تزييف الوعي وهدم كيان المجتمع وأن يجعلوا من أنفسهم محطات رقابة على ما يعرضون ويكتبون حتى لا نضع المجتمع في دوامة من التخبط واللام الزاقية والتي من شأنها أن تضر بكيان الدولة وبالتالي تنعكس سلبا على الفرد والمجتمع فهذا بالتأكيد ليس من وظيفة وسائل الإعلام نأتي الآن إلى تعريف المخدرات مشكلة المخدرات من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجه الإنسانية اليوم فإذا ما تم التفكير بها بشكل صحيح ومسؤول نرى أنها من أكبر المشاكل فهي من أخطر القضايا التي تهدد الفرد والأسرة والمجتمع كونها تنذر بنهيار القيم الأخلاقية والاجتماعية إذا حدثت تغاضي عن خطورتها وتجاهلها وتتزايد أسباب الإدمان عن المخدرات التي تبدأ بخيار التعاطي بشكل اختياري ثم يحدث الاتجاه إلى الإدمان نتيجة التغييرات المفروضة على الدماغة والتي تؤدي لعدم السيطرة على سلوكيات الفرد ورغباته الشاذة والتي تفرز نتائجها السلبية فيما بعد على الفرد والمجتمع وفي معظم نواحي وفي معظم نواحي الحياة ولهذا لا بد من معالجة ظاهرة المخدرات وفق التشريعات السماوية والقوانين الوضعية والتحذيرات الصحية والإجراءات الاجتماعية الراجعة وإسهام وسائل العالم بشكل فاعل وجدي ومسؤول في هذه المعالجة وهذا ما تتحدث عنه محاضرتنا اليوم المعنى اللغوي للمخدرات وتلفظ بكسر الخاء يعود إلى الفعل خدرا وتعني الستر ويقال جارية مخدرة بفتح الخاء إذا لزمت الخدر أي استترت ومن هنا استعملت كلمة مخدرات على أساس أنها مواد تستر العقل وتغيبه والنلاحظ هنا الإعجاز الراقي في اللغة العربية في هذه الكلمة وفي غيرها وأن لفظة المخدرات مشتقة من المخدر أي مستر يمدل الجارية في ناحية البيت أي ما يسترها والمخدر من الشراب والدواء فتور يعتري الشارب وضعف ومخدرات جمع مخدر وخدور ومخادر وما إلى ذلك من المشتقات هذه الكلمة في اللغة العربية العميقة أما المعنى الإصطلاحي للمخدرات فهي كل مادة مسكرة أو مفترة سواء كانت طبيعية أو مستحضرة كيميائيا تزيل العقل جزئيا أو كليا وتناولها يؤدي إلى الإزمان وينتج عن ذلك تسمم في الجهاز العصفي فتضر الفرد والمجتمع ويمنع تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وهنا لا نقفل الجانب الصحي لأن بعض العمليات الصحية وبعض الأمراض تستوجب استخدام بعض المواد المخدرة مما يستوجب زراعتها وتقنين استخدامها على من يستفيد منها طبيا وصحيا وما شابه ذلك أما فيما سوى ذلك لاستخدامها للنشوة والتمتع والتغييب العقل وهو لا يجوز بتاتا طيب هناك تعريف بارز لأهل الطب للمخدرات وأهل الطب أدرى بغيرهم أهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون في تعريف المخدرات والنظر إليها من الزاوية الطبية فيقول أهل الطب أنها عن المخدرات هي المواد الطبيعية والمحضرة الكفيلة بإحداث تغيير في النشاط الذهني المواد الطبيعية أو المحضرة الكفيلة بإحداث تغيير في النشاط الذهني وتكون ذات تأثير سايكولوجي وفايزلوجي وهي صنفان المخدرات المضاحة وهي عموما الأدوية وهذا ما تحدثنا عنه قبل قليل الأدوية المتوفرة لدى الصيدليات لأغراض طبية والمخدرات المحظورة وهي أما نبات طبيعي كالحشيش أو القنب الهندي أو محظرة كالكيف المعالج وهي تستعمل للإدمان بقصد التغيير في النشاط الطبيعي للذهن وكذلك تعرف المخدرات بأنها كل مادة سواء كانت نباتية أو كيميائية أو مركبة ذات خواص معينة تؤثر على متعاطيها وتجعله مدمنا لا إراديا أي تجعل هذه المواد المتعاطي مدمنا لا إراديا عليها باستثناء تعاطيها لأغراض العلاج من بعض الأمراض وحسب الإشراف الطبي وتشكل ضررا على المتعاطي سواء كان نفسيا أو صحيا أو اجتماعيا والمقصود بالإشراف الطبي هو إشراف الأطباء وأهل الطبي والعلم على أخذ هذه المواد المخدرة بجرع مناسبة ومحددة من قبل أهل الطب لفائدة هذا المريض وإما إذا استمر على العلاج عليها أو استمر على تعاطيها فإنها بالتأكيد تسبب له أمراضا وإحراجات نفسية أو صحية أو اجتماعية مما سنأتي عليه لاحقا في الشراح الأخرى من هذه المحاضرة فبالتأكيد المخدرات تؤثر تأثيرا بالغا على الفرد والمجتمع وفي نشاطات أو مجالات مختلفة نأتي الآن إلى حكم المخدرات من الزاوية الشرعية وتعلمون جميعا حضورنا الكرام أن الشريع الإسلامية لم تترك مجالا حياتيا حيويا أو غير حيوي إلا أعطت رأيها فيه سواء كان قديما أو حديثا فكل ما يستحدث من المسائل أوجتت له الشريعة الإسلامية حلا وأوجتت له حكما فقهيا وما شابه ذلك لكي يسهل على الإنسان التعاطي والتعامل معه فحكم الشريعة الإسلامية في المخدرات أنها محرمة لأنها مفسدة للعقل وهذا سبب التحريم أي علة التحريم وسبب التحريم أن المخدرات تكون مفسدة للعقل ولهذا حرم الله تعالى كل ما يفسده أو يهلكه أو يعطله عن العمل أي أن الله تعالى حرم كل ما يتعرض إلى العقل ويفسد العقل أو يهلك العقل أو يعطله عن عمله وذلك لأن العقل هو مقياس عمل الإنسان ومقياس التكليف في الدنيا والآخرة فالإنسان يحاسب على خياراته العقلية كما لا يحاسب على أي خيار حياتي آخر فالعقل هو الذي يوجه الإنسان ولهذا فقد منعت الشريعة الإسلامية التعاطي والتعامل وبيع المخدرات وما شابه ذلك لأنها تتعامل مع العقل وتسبب له ضررا أو تلفا وتغييبا أو ما شابه ذلك وتكون هذه المخدرات ربما تكون سواء كانت من المأكلات أو المشروبات أي كلها محرمة ومن هذه المحرمات أقصد إذا سببت تلفا للعقل ومن هذه المحرمات أم الخبائط الخمر وقد جاءت السنة النبوية الشريفة لتؤكد تحريم الخمر بكل مسمياتها فضلا عن تحريمها في القرآن الكريم سواء كانت هذه المخدرات من الحشيش أو الأفيون أو الكوكايين أو الأستروكس أو غير ذلك من المواد المخدرة ما دامت تؤدي إلى غياب العقل وإسكاره وقلنا أن العقل هو مهم جدا في توازن الإنسان وفي صلاحه والدليل على تحريم المخدرات والخمور ما جاء في صحيح البخاري عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام وفي صحيح مسلم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فمدلول السنة النبوية في هذين الحديثين وفي غيرهما أن كل ما خامر العقل وحجبه عن تأذية عمله من العبادة والعمل والتفكير والإنتاج فهو حرام وكذلك هناك من الآثار الكبير أن كل ما كان كثيره مسكر فقليله حرام فالشريعة الإسلامية أغلقت الأبواب جميعا أمام من يدعي أن المخدرات والخمرة لها فوائد أو لها تسبب النشوة والمتعة أو تسبب كذا وكذا في غير ذلك إلا ما ذكرناه سابقا أو قبل قليل من أن المخدرات قد تستخدم كمواد طبية للعلاج وهذا العلاج متاح ومباشر عن ما دامت هذه المادة التي تخدر الألم أو تمنع الالتهابات وتمنع انتشار المرض في جسد الإنسان فأن الشريعة الإسلامية ضاحة ذلك ما دامت في فائدة ومصلحة الإنسان طيب هل المخدرات أنواع؟ نعم للمخدرات أنواع مختلفة وليست نوعا واحدا فهناك مخدرات طبيعية وهناك مخدرات صناعية المخدرات الطبيعية هي المواد المخدرة بصورتها داخل الطبيعة الأم بدون تدخل من الإنسان أو إحداث أي إضافات عليها والتي عادة تكون نوع من النباتات مثل نبات القنب الذي تستخرج منه الماريجونة والحشيش وغيرها وهذه النباتات لحكمة خلق الله سبحانه وتعالى لفائدتها التي لا تخفى على المرضى وفي المجالات الطبية فلا ندعي غير ما أثبته الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والإعجاز الطبي في هذه النباتات من فائدة في أنها تسبب تفيد المريض بكثير من الأحيان في مواضيع الالتهابات ما يسمى طبييا بالأنتيباتيك وغيرها كونها تسبب نوع من خدر المرض أو خدر الألم فيستفيد منه المريض وهي مواد طبيعية لا يصنعه الإنسان وإنما يصنعها على ما موجود فيها في الطبيعة فيضيف لها بعض الأشياء ويقدمها على أنها مواد طبية يستفيد منها المرضى وأهل الطب والصيدليات وما شابه ذلك إذن النوع الأول من المخدرات هو المخدرات الطبيعية والنوع الثاني هو المخدرات الصناعية ومنها الفرع الأول المخدرات الصناعية الكيميائية وهي تلك المواد الكيميائية التي أدخل عليها الإنسان بعض التحويلات لتصبح أنواع جديدة من المخدرات المؤثرة على قدرة الإنسان على التركيز والتفكير والسيطرة على جسده وخاصة عندما تصل إلى مستوى الإدمان وهي أخطر مرحلة في موضوع المخدرات يعني هذه الفقرة هي المخدرات الصناعية الكيميائية هي مرحلة خطرة عندما يصنع المخدر وتضاف إليه تركيزات مختلفة من هذه المواد المخدرة فيفقد الإنسان تركيزه وتفكيره والسيطرة على جسده مما يسبب له والمجتمع والأسرته مشاكل جمة تبدأ بالاجتماع أي للأسرة ولا تنتهي بالاقتصاد وغير ذلك من مجالات الحياة المختلفة ولهذا عد أصحاب الإختصاص هذه المخدرات الصناعية الكيميائية هي أخطر مرحلة في موضوع المخدرات لدينا نوع ثاني من المخدرات الصناعية هي المخدرات الصناعية التخليقية المخدرات الصناعية التخليقية هي تلك العقاقير التي تم استخلاصها بالتفاعلات الكيميائية وينقسم هذا النوع إلى عدد من الأنواع المتخصصة مثل حبوب الهلوسة وما شابهها من حبوب مخدرة طيب هناك من يدعي أن أضرار المخدرات قليلة كما سنأتي لاحقا على بعض وسائل الإعلام الصفراء التي تغري المواطن أو تغري المستمع أو تغري المتابع بتناول المخدرات أو التعامل معها أو التعاطي معها ولكن أضرار المخدرات الصحية كثيرة منها اضرابات القلب فتتسبب المخدرات بارتفاع ضد الدم وهو قد يتسبب بحدوث انفجار الشرايين والموت المفاجئ أيضا من أضرار المخدرات الصحية لإصابة بالالتهابات في المخ بحيث تحدث هذه المخدرات تآكل الخلال العصبية المكونة للمخ ويؤدي إلى الشعور بالهلوسة الفكرية والسمعية والبصرية وضعف أو فقدان الذاكرة ثالثا من الأضرار الصحية للمخدرات اضطراب الجهاز الهضمي وتقود إلى فقدان الشهية المترتب عليها نقص في الوزن بصاحبه إحمرار أو سوداد في الوجه رابعا من الأضرار الصحية للمخدرات هي زيادة نسبة السموم في الجسم مما يؤدي إلى الإصابة بتليف الكبد فالأفيون مثلا يحلل خلايا الكبد ويصيبها بالتليف وزيادة نسبة السكر كامسا من الأضرار الصحية للمخدرات هي ضعف جهاز المناعة أي أن المخدرات تسبب ضعفا في جهاز المناعة وينتج عنه شعور الإنسان بالتعب والهزال وفقدان الاتزان يصاحبه الشعور بالصداع المزمن وطنين في الأذنين وحمرار في الحينين وهذه مجمل الأضرار الصحية للمخدرات وهناك أضرار أخرى للمخدرات في المجالات النفسية والعقلية أهم هذه الأضرار هي الإضطرابات السريعة والشعور الدائم بالقلق من يتناول المخدرات تكون اضطراباتها النفسية واضحة وشعوره دائم بالقلق يصاحبه على طوال الوقت ثاني حدوث خلل في الطريقة التي يعمل بها المخ كما تحدث تغييرات في تركيبة المخ بصفة عامة وقد يصل الأمر بالمدمن لمحاولة الانتحار ثالثا من الأضرار النفسية والعقلية للمخدرات هي الإصابة بالضرابات وتخريب الإدراك الحسي خاصة في حاستي السمع والبصر رابعا خلل في إدراك الزمن والمسافات والأحجام وهذا شيء خطير جدا إذ يفقد فيه إنسان توازنه فيميل فيتجه الزمن للبطء ويميل إدراك المسافات للطول ويميل إدراك الأحجام للتضخم يعني كل هذه الأبعاد تضطرب إذا استمر الإنسان على تعاطي المخدرات في هذا المجال أبعاد الزمن والمسافات والأحجام فلا يحس بحجم الشيء الحقيقي ولا بالمسافة الحقيقية ولا بالزمن الحقيقي لأن المخدرات خدرت عقله وحجبت عنه الرؤية الحقيقية أيضا هناك أضرار أخرى للمخدرات بالناحية النفسية والعقلية منها صعوبة وبطء وخلل في التفكير إضافة للقلق والتوتر والشعور بالانقباض والهبوط وعدم الاستقرار وسادسا من الأضرار النفسية والعقلية للمخدرات على الإنسان هي العصبية الزائدة أي متناول المخدرات ومتعاطيها مهتاج عصبيا على طول الوقت مهتاج وفاقد المزاج ويكون متوترا ومنفعلا باستمرار ويكون ذو حساسية شديدة نتيجة لتناوله لهذه المخدرات هناك أضرار أخرى في مجالات أخرى للمخدرات ونحن نحاول اليوم أن نشبعها بحتا لكي يستفيد السامع منها ولا يقول أن أو لا يتصور أن المخدرات فقط تضر في مجال حياتي واحد وإنما تكون المخدرات بأضرار وجوانب حياتية مختلفة فالأضرار الاجتماعية التي تسببها المخدرات أولا المخدرات تسدب القيمة الإنسانية لمن يتعاطاها وتحقر منه وتجعل منه أشبه بالبهائم غير قادر على قيادة الأسرة وإدارتها بصورة سليمة وقد رأينا في مشاهد تمثيلية كثيرة في الدرامات التلفزيونية والسينمائية كيف أن متعاطي المخدرات يضطرب ويتوسل ويحقر من نفسه كثيرا إلا أن يحصل على جرعته من المخدرات وهذا يتنافى مع حقوق الإنسان ومع مكانة الإنسان التي أوجدها الله سبحانه وتعالى والتي أكد عليها القانون ثانيا من أضرار المخدرات في المجال الاجتماعي هو انقطاع المدمن عن جو العائلة وعن المجتمع بشكل عام لذا تنهار علاقته مع أسرته وأصدقائه فإذا كان يتناول المخدرات دائما فتغيبه هذه المخدرات عن واقعه الاجتماعي فكيف تكون له علاقات طيبة مع أسرته وكيف تكون له علاقات مقبولة مع أصدقائه بالتأكيد سينفر أصدقائه منه وستتخلى عنه أسرته مع الزمن فلا تتحمل الأسرة من يتناول هذه المخدرات ويغيب عقله ولا يشارك في مشاكل الأسرة وفي بنائها وفي تقويمها ثالثا من الأضرار الاجتماعية للمخدرات هو ظهور التوتر والعصبية وسوء سلوك المدمن مما يجعل الخلافات تنتشر داخل الأسرة حتى تضيع الأسرة التي هي اللبنة الصغيرة للمجتمع إذا كان رب الأسرة يتناول أو يتعاطى المخدرات ويغيب عقله بها ويقطر الفكرة هو سلوكه ولا يستطيع السيطرة على بناته وأبنائه وزوجته أو لا يستطيع البرب والديه مثلاً ولا يستطيع رعاية أبنائه فكيف تحتضنه الأسرة وكيف لا تنشأ الخلافات في مثل هذه الأسرة التي يكون ربانها متعاطياً للمخدرات هناك أضرار أخرى الاجتماعية للمخدر هي صلته الكبيرة بالانحراف والرديلة مما يجعله يكذب ويضش ويقوم بالزنا والإهمال من صفاته الأساسية وتفشي الجرائم وتنتشر العادات السيئة في المجتمع وهذا غيظ المنفيض وقطرة بحر من هذه النقطة بالذات من متعاطي المخدرات في سلوكهم الاجتماعي كذلك من الأضرار الاجتماعي للمخدرات هي خرق القوانين والعادات والتقاليد وكل الأعراف بسبيل تحقيق الرغبات الشيطانية التي تسيطر على مذمني المخدرات فما دامت نفسه وذوقه استساغة هذه المخدرات وطمع فيها فأنه لا يستطيع أن يستقيم أبداً النقطة الأخيرة من أضرار المخدرات في الجانب الاجتماعي هو انتشار جماء الجرائم البشعة فمدمن المخدرات يكون فاقداً للوعي وفاقداً للسيطرة على نفسه مما يتسبب بالفوضى ويعمل فساد في المجتمع في المخدرات غيبت عقله وأفقدته سيطرته على اتزانه هناك أضرار اقتصادية للمخدرات وربما نستقرب من وجود أضرار اقتصادية للمخدرات طبعاً هناك من يقاوم من يقول أن المخدرات لا يجوز سيوعها وانتشارها في المجتمع وهؤلاء هم المستفيدون اقتصادياً هؤلاء لا نعنيهم بهذه الأضرار فهؤلاء مستفيدون اقتصادياً من بيع المخدرات وانتشارها ولكن هناك أضرار للمخدرات في الجانب الاقتصادي في الجوالب الأخرى من الحياة منها استنزاف الأموال وضياع موارد الفرد والأسرة فمتعاطي المخدرات لديه استعداد لكي ينفق أموال قائلة وتمينة من أسرته ومن حياته ومن دخله على الحصول على جرع المخدرات ثانية من الأضرار الاقتصادية هو ضعف وخمول الشباب المتعاطي للمخدرات مما يؤدي لقلة الانتاج فهذا قلة الانتاج يضر بمصالح الوطن الاقتصادية ولا يبني الاقتصاد السليم مما يتطلب وجود شباب واعي وتنبه لكل ما يجور حوله قادر على العمل والانتاج ولا شباب يكون مستعبداً للمواد المخدرة بمعنى أن الشباب إذا خضعوا وتعاطوا المخدرات وخضعوا لها فإن قدرتهم على الانتاج والمساهمة في خدمة البلد تكون صفراً أو معدمة وبالتالي يخسر المجتمع فئة نظيفة فئة واعية فئة قوية لخدمته نتيجة تعاطيهم للمخدرات فيتوقف الانتاج في هذا المجال أيضاً من الأضرار الاقتصادية التي تسببها المخدرات هي الإجمال يستنزف الدولة اقتصادياً فيزيد من عبائها لرعاية المدمنين الدولة إذا كانت لديها مدمنين على المخدرات ومتعاطين المخدرات بمئات الآلاف فتضطر لبناء مصحات لعلاج هذا الإضمان وهذا العلاج يتطلب أدوية وإجراءات وسبل وكلها تحتاج إلى إمكانيات اقتصادية لقد لا تستطيع بعض الدول كما يحدث في بعض الدول الأفريقية مع الأسف لا تستطيع أن تبني هذه المصحات العقلية لمكافحة ومقاومة ومواجهة المخدرات لأنها لا تمتلك هذه التكاليف فلذلك المخدرات في هذا الجانب تكلف الدولة كثيراً أي أن الرعاية والعناية الدولة بمتعاطين المخدرات تسبب ضياء أموال كثيرة النقطة الرابعة أن الأموال التي تنفق بمجال تجارة المخدرات وتعاطيها تعد أموال ضائعة فهي تجارة ليست صحيحة وتجارة ليست مثمرة لا تعود بالنفع على الفرد والمجتمع بل يعد انفاقها مزيداً من الخسار والتدهور والانهيار الاقتصادي كما أسلفنا التجارة بالمخدرات لا تفيد إلا أصحابها الذين زرعوها وأنتجوها وتاجروا بها فامتلأت جيوبهم وخزائنهم بالمال الحرام أما بقية أفراد المجتمع فقد أنفقوا الكثير من هذه الأموال التي لديهم للحصول على هذه المواد المخدرة فأصبحوا مدمنين ومتعاطين للمخدرات مما يشكل خسارة كبيرة في الاقتصاد أيضاً من الأضرار الكبيرة الاقتصادية في مجال تعاطي المخدرات ونشرها هو أن البلاد التي يتم فيها زراعة المواد المخدرة تتعرض لخسارة الأراضي التي تزرع فيها هذه المواد بدلاً من استغلالها في زراعة المحاصيل التي يحتاجها الناس وتنفعهم ونحفقت هذه النقطة مهمة جداً وواضحة فالأرض التي يستغلها بعض المتعاطين وبعض المتاجرين بأرواح الناس لزراعة الخشخاش والمواد المخدرة الأخرى وتكون هذه الأرض أجدى وأفشد للبشرية وللمجتمع إذا زرعت بمحاصيل زراعية يحتاجها الناس وتنفعهم لدينا المحور الرابع من محاضرتنا اليوم هو وسائل إعلام والترويج للمخدرات وهذا قلنا أنه سؤال غريب ونقطة غريبة أننا نتناول كيفية المنهجية الإعلامية لمجابهة المخدرات لكننا وجدنا في طريقنا في إعداد هذه الورقة أن وسائل الإعلام تسبب الكثير مع الأسف في الترويج للمخدرات فتنفق مليارات من الدولارات على ترويج منتجات الفحول والتبغ بين المستهلكين هذا في كثير من دول عالم وتهدف هذه الدعاية إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من المستهلكين حتى أولئك الذين لا يستطيعون شراء السلعة المعلن عنها يعني المعلن عن سلعة المخدرات والخمور وما شابه ذلك لا يهمه أن كان يستطيع شراءها أو لا وأن ما يهمه أن يؤثر فيه ويغريه بها فبعضهم لا يستطيع شراءها عن طريق حضر سنه القانونية أن يكون طفلا أو ناشئا وكذلك توجد مطبوعات وربية وأمريكية ومنصات ومواقع الكترانية متاحة للصغار تروج وتعلن عن هذه المخدرات ويوجد كم وفير من البيانات المتعلقة بالإعلان عن الخطوليات والتبق في مجلات يقرؤها الصغار وهذا فيه ضرر مبالغ على تنشئة هؤلاء الأولاد وتصور الإعلانات المؤيدة للتبق في وسائل إعلام التدخين بأنه سلوك إيجابي وطبيعي بالنسبة إلى النشء من الجنسين الجذابين والمستقلين وهنا تكمن المشكلة يعني بعض الإعلانات التي تظهر متعاطي المخدرات تظهرهم بشكل جميل وبشكل أنيخ مما يستدعي تأثر الآخرين بهم هناك تقييم أجرية مؤخرا للنفقات المتعلقة بالإعلان عن السقائر مثلا فتوصل كروتجمان وزملائه من الباحثين على مدار عشر سنوات من سنة 1993 إلى 2002 أنفق على الإعلان على العلامات التجارية للسقائر الأكثر شيوعا في العالم بين المراهقين أنفق قرابة 800 مليون دولار أمريكي فقط للإعلان عن سقائر مارلوبورو وكاميل ونيوبورت وغيرها من السقائر وهذا شيء خطير جدا أيضا صناعة الكحوليات أيها الأخوة الأفاضل كل عام حسب إحصائيات متأخرة وليست حقيقة أعترض بذلك يصرف وينفق قرابة 330 مليون دولار على الإعلانات فقط في وسائل الإعلان المختلفة وعادة ما تعرض هذه الوسائل شبابا بالغين جذابين يستمتعونه بالكحوليات وفي أقلب الأحيان تعرض الكحوليات في سياق الاستمتاع بالحفلات وهذا له تأثير بالغ على المشاهد كما يعلم المختصون بالإعلام والترويج للكحوليات في سياق تناولها بمسؤولية لا تتجاوز نسبة 3% وهذا خطير جدا وما بين عامي 2000 و2003 قررت الاتحادات المهنية المختلفة فيما يتصل بصناعة الخمر والنبيذ والمشروبات الكحولية أن تجعل إعلانات المشروبات الكحولية قاصرة على مجلات الكبار ولكنها مع الأسف لم تحقق ذلك فبقيت نسبة المتعرضين لإعلانات الكحول بين 12 و20 عاما 30% من أفراد المجتمع وهذا شيء خطير جدا أيضا تسهم وسائل إعلام في الترويج للمخدرات بأنها تروج بشكل عرضي أو بشكل قصدي في الأفلام الكويدية والإدرامية فتتضمن شخصيات مراهقة فقد اكتشف الباحث ستيرم عام 2005 ومؤخرا أيضا أن 35% من الشخصيات الرئيسة المراهقة في الأفلام المصنفة لمنهم في سوق فوق سنة 13 هم 61% من الشخصيات الرئيسة المراهقة في الأفلام المصنفة للكبار أي أن 61% من هؤلاء يتعرضون لمشاهد إعلامية ويمارسون مشاهد إعلامية أي ممثلون ومتلقون كلهم يتعاطون المخدرات والخمور والسقائر ونعتقد أن 61% هي نسبة خطيرة جدا من الشباب الذين ينبغي أن يصرف أنظارهم تصرف أنظارهم وجهودهم إلى وسائل إيجابية وليست مسائل أخرى طيب كذلك يتم الترويج للمخدرات في أغاني مثل أغاني معروفة في العالم كوكايين والكلابتون أي المطرب كلابتون وأغنية 50 سنت في الملها ولا يصعب أبداً التعرف على الأغاني التي تذكر فيها المخدرات وتعاطيها ومنذ عام 1960 إلى عام 1968 ذكرت نحو 800 أغنية في كلمات تعاطي المخدرات طبعاً هذه إحصائية قديمة أيضاً وهناك إحصائيات حديثة مذكورة في الورقة ومذكورة في مصادر أخرى تسببها أغاني الراب والبوب والهيب هوب وموسيقى الروك وغيرها تحتوي على نسب كثيرة من الترويج للمخدرات الصناعية والطبيعية في آن واحد كذلك تحتوي ألعاب الفيديو ويمكن العثور على ذلك باستخدام كثير من الأفلام والألعاب في ألعاب الفيديو وتحتوي على الترويج للمخدرات مثل لعبة Grand Theft Auto 4 أو 4 على عبارة استخدام مخدرات وكحوليات في الواقع تسمح ممارسة الألعاب بشرب الخمور والقيادة وهم تحت تأثير الكحول أي أن أبطال هذه اللعبة أو أبطال هذه الألعاب الفيديو يمارسون الكحول والمخدرات وهم مثلاً يقودون السيارات أو يقومون بأفعال حياتية مختلفة مما يسبب رسوخ هذه الصور الذهنية الإعلامية لدى المتلقي الشاب خاصة والمراهب والطفل فيسبب له أثراً بالغاً في عقله وفي اتجاهه كذلك مواقع الأنترنت والويب المختلفة الخاصة بالمنتجات الكحولية هناك مواقع خاصة أيها الأخوة الأفاضل الخاصة بالمنتجات الكحولية تقوم بإجراءات افتراضية مثلاً تسأل عن هوية الزائرين بالمواقع والمنصات هل أنت بالغ؟ هل أنت كذا؟ ماذا؟ كم يبلغ عمرك؟ ولكنها في الحقيقة أسئلة فقط افتراضية وأسئلة غير مطبقة على أرض الواقع فأن هذه المنصات لا تستطيع حجب المعلومات أو حجب الصور وحجب الأفلام الموجودة في المنصة إذا أجاب المتابع أو المتلقي أنه طفل وهذه يعني هذه كارثة كبيرة فمثلاً تظهر أسئلة في بعض المواقع الألكترونية منها هل تخطط لتجربة عقار إيستاسي وهو عقار النشوة المخدر للمرة الأولى في حياتك؟ طيب هل تحتاج إلى معرفة المخدرات التي تتوافق مع الكوكايين؟ هذه بعض المواقع الخاصة بالخمور والمخدرات تثير مثل هذه الأسئلة التشويقية التي تستنزف الشاب وتجذبه إلى متابعة ما يراد من هذه الأسئلة والحصول على الإجابات وكثير من المواقع الألكترونية مذكورة في المحاضرة هي مخصصة مع الأسف لهذه الأشياء والترويج للمخدرات بشكل غير مسؤول نأتي إلى الفقرة المهمة والأخيرة في محاضرتنا اليوم وهي كيف تستطيع وسائل الإعلام وفق منهجية معينة في مواجهة انتشار المخدرات الكبير والخطير في المجتمع ووجدته أن المنهجية وسائل الإعلام في مواجهة انتشار المخدرات تقسم إلى منهج وقائي ومنهج إجرائي المنهج الوقائي يجب أن يتضمن محاربة الانبهار بالحياة الغربية محاربة الانبهار بالحياة الغربية فمنهجية الإعلام الهادف يجب أن تكون مخالفة لما تعمل عليه وسائل الدعاية الدولية بإشاعة الانبهار بالغرب في كثير من ملدان العالم بما في ذلك الوطن العربية والدول الإسلامية يحتمل أن يقود هذا التعرض للقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة إلى تنمية هذا الانبهار للثقافة الغربية وهذه الكلمة أن الانبهار تعني كل ما موجود بالثقافة الغربية يكون مستساغا ومقبولا لدى شبابنا كالشذوذ والإلحاد والمخدرات وغيرها من الظواهر السلبية المجتمعية وفي مقابل ذلك تعمد منهجية وسائل الإعلام إلى أثارة التطلعات الجماهيرية البناءة كبديل عن الانبهار بالحياة والقيم الغربية كثير من المستحين اليوم في الدول العربية والإسلامية يطرحوا أفكارا معينة وينتقد الثقافة الغربية وينتقد الانبهار بالحياة الغربية وينتقد سلبيات حتى هي عربية وإسلامية وليست غربية ولكنه لا يعطي البديل أيها الأخوة نحتاج في مجال منهجية وسائل الإعلام في مواجهة المقدرات إلى أعطاء البديل فإذا لم نعطي البديل فقد فقدنا الكثير من وسائل عملنا وعملنا في ذلك طيب وتتمثل التطلعات في مجال ما يريد المجتمع نفسه وقد ربط كثير من الباحثين بين الاتصال الجماهيري وبين التطلعات وقد ذهب بعضهم إلى التأكيد على أن من بين الآثار الأساسية الأولى التي تحدثها الوسائل الجماهيرية الغربية في مجتمعاتنا هي رفع التطلعات فالإعلام الوافد سوف يسهم في تنمية التطلعات كثيرا منها ما هو غير مخطط له على المستوى المحلي وأقصد بذلك مفهوم التطلعات هي نفس النقطة الأولى هي الانبهار بالحضارة الغربية والتأثر بالقيم والأخلاق والأعراف الغربية مما يسبب انتشارا للمخدرات كذلك من النقاط الأخرى الوقائية هي كشف ومتابعة القيم الاجتماعية الوافدة الخطاب المتأثر بالغرب والمنتشر في وسائل الإعلام أحدث تأثيرات في تغيير بعض العلاقات الاجتماعية ويتوقع أن يؤدي هذا إلى خلق الإضطراب الاجتماعي وعدم الاستقرار في العلاقات الاجتماعية التقليدية فنعرف جميعا أن الغرب أسره مفككة ومفسحة الآن ولا توجد أسرة في الغرب ولهذا تسمى القارة العجوز عن أوروبا وأمريكا كذلك وكثير من الدول الأوروبية بين فترة وأخرى مثل ألمانيا وكندا وأمريكا تطلب هجرة من الشباب الأفريقي والآسيوي لكي تدار حلقات الإنتاج لديهم لأنهم لن يعودوا ويمتلكون أسرا أو يكونون أسرا فلهذا من المنهج الوقائي لوسائل الإعلام في التعاطي مع مشكلة المخدرات هي متابعة القيم الاجتماعية الوافدة ومحاربتها وأيضا وضع البديل لها من القيم الاجتماعية الأصيلة طيب أيضا من القيم الوقائية في وسائل الإعلام لمواجهة انتشار المخدرات هي أن نقوي التمسك بالقيم الإسلامية والمعاني الأخلاقية المستمدة منها مما يعزز قضية مواجهة تعاطي المخدرات والترويج لها فإذا تقبل الفرد فكرة أن يكون الغرب حاكما له يدير شؤون البلاد وكون نمط الحياة الغربية أو الأمريكية هو المديل المناسب لنمط الحياة السعادة في المجتمع العربي الإسلامي فهنا تكمن الكارثة وتكون المعتقدات الدينية الإسلامية في خطر كبير إذا قبل الإنسان المسلم والعربي أن تكون القيم الغربية الوافدة بديلا عن القيم الإسلامية فما تحمله هذه القيم من إباحة الخمور وإباحة الشذوذ وإباحة الإلحاد وغيرها من المشاكل الاجتماعية الكبيرة فنقع في حرج كثير ولا أخطى على حضراتكم أن أخطر خطوة في برامج الإعلام الوافد أنها تمكن هذه البرامج من إضعاف المعتقدات الدينية وسنكون على شفا كارثة مجتمعية وهو التخلي عن معتقداتنا الإسلامية بشكل عام عند ذلك سنصبح مجتمعاً بلا خصوصية ثقافية وتصبح المخدرات أمراً مقبولاً وهذا غير مستساذ تماماً أيضاً من النقاط الأخرى الوقائية هي تقوية العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة أن برامج البث الوافد والأنترنت على كثرتها وتنوعها ستجعل أفراد الأسرة الواحدة يصرفون الكثير من الساعات المشاهدة وهذه الساعات والتصبح المشاهدة سيقلل من عملية التفاعل الأسري إذا انشغل الإنسان كما يحدث اليوم في كثير من الأسر العربية والإسلامية بوسائل التواصل الاجتماعي وبما تبثه من هذه التطبيقات فإن غياب التفاعل سيحدث حتماً في هذه الأسرة ومما يؤدي إلى تفككها وحدوث بعض المشاكل الكثيرة منها منها التغاضي عن مشكلات الأبناء فإذا كان الأب منشغلاً بالإعلام وما يفرزه هذا الإعلام وإذا كانت الأم منشغلة بواصل التواصل الاجتماعي وبقية التطبيقات فإن المشاكل التي تحدث الأبناء والبنات فبالتأكيد لن نجد من يتابع هذه المشاكل ويقوم بحلها وهذه مشكلة خطيرة جداً أكثر من سابقاتها أيضاً النقطة الأخيرة من المنهج الوقائي لتعزيز دور وسائل الإعلام في المواجهة انتشار المخدرات هو تعزيز إيجابية قادة الرأي فلماذا نحمل قادة الرأي في مجتمعاتنا ولا نعطيهم دوراً مناسباً في مواجهة المخدرات هذه المشكلة الخطيرة فقادة الرأي في الوقت الذي يشير فيه كثير من الباحثين إلى أن لهم دور مهم ووظيفة مهمة في الاتصال الجماهير الفاعل في تنشيط وتحديق عملية الاتصال الشخصي والجمعي كذلك تشير الأدبيات الاتصالية أن مخططي الاتصال يصنعون أدوات التعبير التقليدي عن طريق قادة الرأي وغيرهم وتتجلى هذه الأهمية من خلال الدور والوظيفة الذي يؤديه أو التي يؤدونه قادة الرأي أو الوسطاء الذين يعملون على تفسير ونقل مواضيع الاتصال في مواجهة انتشار تعاط المخدرات من خلال خصائصهم الشخصية ومن خلال أخلاقهم وصماتهم الاجتماعية فقادة الرأي لهم تأثير كبير وقائي في الحد من ظاهرة انتشار المخدرات نأتي إلى المنهجية الثانية والأخيرة من وسائل الإعلام لمواجهة انتشار المخدرات وهي المنهج الإجرائي وذلك بأن تؤدي وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دورها في التعريف بعمل المؤسسات والدوار المختلفة مثل الإدارات العاملة في مكافحة المخدرات أو نشاط المؤسسات التعليمية والدينية في مجال التوعية كما يمكن أن تعرض ندوات ومناقشات حول مواضيع كثيرة منها المخدرات مما يرفع نسبة الوعي بها والتذكير بمخاطرها فوسائل إعلامنا اليوم منشرها أخبار القبض على عصابات التهريب وبطريقة مشوقة تعزز الصورة الإيجابية لأجهزة الأمن مما يشجع المواطن على التعاون كما نشر أخبار تفيد القصاص في وقوع العقوبات على مهربي المخدرات من صفاتها أن تعزز فكرة الرجع القوي وتذكر بالإجراءات الرسمية لهؤلاء المجرمين فيتجدبون نشر المخدرات أيضا من المناهج الإجرائية التي يمكن أن تقوم بها وسائل الإعلام لمواجهة انتشار المخدرات هي القيام بالحملات الإعلامية والحملات الإعلامية تعرف بأنها مجموعة من الجهود المنظمة التي تقوم بها جهة معينة بهدف ترويج أفكار معينة أو زيادة القبول لفكرة اجتماعية وذلك الإحداث تغيير معين أي أن هذه الحملات الإعلامية تهدف إلى إحداث تغيير في اتجاهات وسلوكيات الأفراد وأقنائهم بقبول فكرة أو سلوك اجتماعي معين واعتمادا على ما سبق فالحملات الإعلامية هي جميع الأنشطة ذات الطابع الإعلامي المخططة والمنظمة التي يقوم بها جهاز أو مؤسسة رسميا بهدف التأثير على الجمهور وكسب تأييدهم وتحقيق النجاح في الحد من تناول أو تعاطي المخدرات عن طريق الحصول على أكبر قدر ممكن من التأييد باستخدام وسائل الاتصال فالحملة الإعلامية لا تنشأ وحدها وإنما تكون مخطط لها ومتفق عليها وفق آليات وسبل وطرق واختيار الزمان والمكان والفئة المستهدفة لكي تكون حملة إعلامية ناجحة في مواجهة المخدرات فالمنهج الإجرائي أيضا في مكافحة المخدرات من الضروري استخلاص أهداف في الحملات الإعلامية تكون أكثر تحديدا لكل طرف من الأطراف المشكلة وعلى ضوء هذه الأهداف التي نحددها في الحملة الإعلامية يمكن استخدام الوسيلة الإعلامية الأنسب مع تدبير الإمكانيات اللازمة أي إذا كان متعاطو المخدرات يتابعون وسيلة إعلامية معينة ونقوم نحن عن طريق هذه الحملة الإعلامية ببث رسائلنا وخطابنا الإعلامي في وسيلة أخرى فرسائلنا الإعلامية تكون فاشلة جدا لأن المتعاطين لا يتابعون هذه الوسائل طيب وكذلك الاتفاق على مدة الحملة الإعلامية كأن تكون قصيرة المدى أو طويلة مع ملاحظة أنه كل ما زادت درجة الدقة في تحديد الأهداف في الحملة الإعلامية كان من السهل تقييم البرامج في مراحل مختلفة فالمخططين والإعلاميين والمفكرين في هذا المجال يجب أن يضعوا عدة نقاط منها نوعية وحجم المعلومات عن المخدرات لجمهور أي قبل أن نقوم بالحملة الإعلامية لمواجهة المخدرات يجب أن نعرف حجم الفئة المستهدفة وحجم المعلومات التي تحتاجها هذه الفئة المستهدفة في الحملة الإعلامية لكي نحج من انتشار وتعاطي المخدرات لديهم وكذلك تحديد المشاكل وحجمها لإمكانية التعامل معها إعلاميا مثل مشكلة الاعتقاد السائد لدى البعض بعدم تحريم المخدرات شرعاً أي أن هناك مشكلة خطيرة أن هناك مشكلة خطيرة هي أن بعض متعاطين المخدرات لا يؤمنون بأن المخدرات هي محرمة شرعاً وربما بعضهم يؤمن بأنها ليست مضرة لصحته فبالتالي يتعاطى المخدرات في أهداف الحملة الإعلامية ومراحل الحملة الإعلامية يجب أن تستوعب هذا الشيء ويمكن تحديد الأهداف التالية في الحملة الإعلامية لمواجهة المخدرات أولاً تعزيز الوقاية من المخدرات أثنين التقليل من مخاطر استهلاك المخدرات وثالثاً الإسهام في معالجة المدمنين أيضاً هناك في الحملة الإعلامية فئات يجب أن ننظر إليها بإهمية بالغة عند قيامنا بحملة إعلامية لمكافحة المخدرات منها الفئة الأولى هي المتعاطون والمدمنون للمخدرات فجمهور المدمنين ومتعاطين المخدرات في الوقت الحاضر لا يمثلون الطبقات الدنيا من المجتمع أو تاركية التعليم أو ذوي الظروف العائلية السيئة والصعبة بل يمثلون فئات مجتمع مختلفة وإذا كانت الخصائص المشار إليها أو بعضها موجودة في النسبة الكبرى منهم هنا نجد أن جمهور المدمنين والمتعاطين يتميزون بالفوارق الجديدة والواضحة من التكوين النفسي والمستوى الخلق والثقافي وإن كان يجمعهم الرغبة في الحصول على المخدر واستخدامه وعدم إن كان التوقف عنه يعني هذه الفقرة تؤكد على أن الحملة الإعلامية عندما نوجهها إلى المتعاطين المخدرات يجب أن نعلم جيدا أن هؤلاء المتعاطين هم بثقافات مختلفة وبظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة فنجعل لكل فئة خطاب يمتاز به أيضا من الفئات الأخرى هي المهربون وتجار المخدرات فالخطاب الإعلامي الذي يوجه إلى المهربين والتجار يجب أن لا يركز في مضمور رسالتي الإعلامية إلى الحديث عن الشرف والأخلاق الوطنية أو الدين أو يذكرهم بضحاياهم من الشباب والأطفال لماذا؟ لأن كل ذلك الجهد لا قائل من ورائه فقد ماتت عند هؤلاء الضمائر وإنما يجب أن يركز على العقوبة التي تنتظرهم يعني هؤلاء المهربون وتجار المخدرات يخافون من العقوبة القانونية الدنيوية كالسجن مثلا والإعدام وما شابه ذلك أكثر من خوفهم من قضية الشرف والأخلاق أو حرصهم على الشرف والأخلاق أو الدين وما شابه ذلك كما يجب أن تشهر بصفة عامة القضايا التي يتم ضبطها في مجال التهريب بالرغم من كل ما تبدله عصابات التهريب من محاولات التستر وفائدة هذه النقطة تؤكد فيها وسائل الإعلام من كل هذا النشر أن الجريمة لا تفيد وأن الجريمة الكاملة لا تقع إلا في أوهام المجرم وحده ولكنها لا تحدث في الواقع وبذلك يحقق الإعلام نوع من الرجع قد يدفعهم إلى التوقف أو التردد في مواصلة تجارتهم فإذا مخاطبة المهربين وتجار المخدرات في الحملة الإعلامية يجب أن يكون خطاباً واعياً يركز على العقوبات القانونية له الفئة الثالثة هي أجهزة مكافحة المخدرات الحكومية وغيرها وتعتمد مكافحة المخدرات على قوات الشرطة والملاحظة أن القطط الإعلامية في مجال مكافحة المخدرات تتجه إلى الأفراد كافة وتقتل هذا العنصر الهام الذي تقوم عليه مكافحة المخدرات معتقدة إن هذا هو واجبه الذي يؤجر عليه ويحاسب على الإمام عليه ومن هنا في الاتصال المباشر على وجه الخصوص من كلال اللقاءات والمحاضرات والندوات لأفراد مكافحة المخدرات لتأكيد أبعاد مهمتهم الوطنية في مواجهة هذا القطر الذي يهدد وطنهم بمعنى عدم إشعار الشرطي أو جهاز الأمن الوطني في أي دولة من الدول بأنه عندما يقوم بمكافحة المخدرات والقبض على المخدرات لا يجب إهماله من الوعي والمحاضرات وتسجيعه وتوفير الحوافز المادية والمعنوية له لكي يقوم بواجبه وحث هؤلاء الفئات هذه الفئة يعني فئة مكافحة المخدرات على العطاء والتضحية وتنمية قيم الشرف والأمانة والكسب الحلال ورفع روحهم المعنوية مع الاهتمام بمشكلاتهم ورعايتهم صحيا فلا نعاملهم معاملة سيئة فيهملون ويقومون بإهمال واجبهم في مكافحة المخدرات هناك فئة رابعة هي مخاطبة الجمهور بشكل عام في قضية مكافحة المخدرات عن طريق وسائل الإعلام فئة الجماهير هي الطرف الأكثر أهمية في مجال الإعلام وذلك ويخطط بالجماهير المواطنين والمواطنات من مختلف الفئات والأعمار والذين لا يتكونون ضمن الفئات الثلاثة لنذكرها سابقا فلا هم مدمنون ولا هم مهربون أو تجاب وليسوا أيضا من أجلسة مكافحة المخدرات ولكن هذه الفئة الجماهير هي معرضة بشكل دائم للوقوع في لاعرة الإدمان لدى يتطلب توجيه الكطاب الوقائي والإجراء إليها وتتمثل أهمية توعية الجماهير المشار إليها وتبصيلها في أنهم الأغلبية المطلقة بالقياس إلى الأطراف الثلاثة المتهمة بالتعاطي أو المكافحة للتعاطي أن استخدام وسائل الإعلام في توعية أفراد المجتمع بأبعاد مشكلة المخدرات والأضرار الناجمة عنها يعد من التدابير ضد الطابع الاجتماعي التي تساعد على منع دخول أفراد جدد في دائرة الإقبال على المواد المخدرة وهذا نحسبه نصرا فائقا ونصرا واضحا إلى ما استطعنا عن طريق قطابنا الإعلامي في مواجهة المخدرات أن نمنع فئة كبيرة من الناس في التأثر لهذه المخدرات أن الحملات الإعلامية أيها الأخوة هي من أهم التقنيات المستعملة أو المستخدمة لحل مختلف المشكلات الاجتماعية غير أن الاعتماد على هذه التقنية والحملات الإعلامية ليس بالأمر الهيين خاصة وأنها عادة ما تهدف إلى حل هذه المشكلات المعقدة والمتشابكة وإلى إقناع أفراد المجتمع بالتغيير وتعديل آراء واتجاهات وسلوكيات قد تكون راسخة لديهم وذلك كله خدمة للصالح العام للفرد والمجتمع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يتطلب إعداد الحملات الإعلامية يتطلب تخطيطا استراتيجيا تراعى فيه كل المتغيرات والخصائص المرتبطة بالموقف الاتصالي الإقناعي في المشكلة الاجتماعية التي يراد معالجتها ولهذا لا بد أن يبتعد القائمون عليها على الحمد الإعلامية قدر الإمكان عن الاعتباطية والارتجال والتقدير العفوي واللا مبالات ولا بد لهم من اتباع منهجية علمية متسقة ومضبوطة للتوصل إلى الأهداف المرسومة وتحقيق أقصى قدر من الفاعلية أيها الأخوة الكرام هناك كثير من الوسائل الأخرى التي نستطيع من خلالها دعم الحملات أو منهجية وسائل الإعلام لمواجهة انتشار المخدرات منها عمل مثاق إعلامي بين المؤسسات الإعلامية على عدم الترويج للمخدرات هذا المثاق الإعلامي ممكن أن يكون مثاقا إعلاميا ملزما لهذه المؤسسات الإعلامية لكي لا تضط رسائل أو ثقابات إعلامية مروجة للمخدرات ومنها أيضا أن تقوم وسائل الإعلام بحث الحكومات على إحكام الحدود وإيقاع أقصى الضرر بمتاجري وزارعي ومتناولي ومتعاطلي المخدرات أي أن وسائل الإعلام تحث الحكومات وتذكر الحكومات دائما بهذا الإجراء إضافة إلى القيام بإجراءات أخرى من ضمنها كما قلنا من ثاب عمل إعلامي وهناك نقطة أخرى هي لا بد لمنهجية وسائل الإعلام عندما تتصدى لمواجهة انتشار المخدرات هو اتباع اسلوب التحفيز ويعني من يتخلص بنفسه أو يتخلص عن طريق علاج محكم من قبل وسائل المؤسسات الصحية عندما يتخلص من هذه المشكلة مشكلة التعاطي نوضع له أو نجد له حوافز تشجيعية وحوافز معنوية واجتماعية ومالية لكي لا يرعود إلى هذا المجال لأن كون مشكلة التعاطي المخدرات واسعة وكبيرة تتطلب الكثير من الجهود الإعلامية في هذا المجال والكثير من الوسائل والأهليات المختلفة المتبعة في عالمنا اليوم ونحن نركز في الوسائل الإعلام المنهجية أو منهجية وسائل الإعلام في هذه المواجهة لما تلعبه ولما تؤديه وسائل الإعلام من أدوار ومهمات وظيفية مهمة جدا 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 أسرنا الحالي جزاكم الله خيرا وأشكركم على الاستماع وأعتذر عن الإقالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته الله بكم سعيد الدكتور عبدالهادي الزيدي على هذه المحاضرة الرائعة نسأل الله أن تكون في ميزان حصناتكم نعم أحبتنا الكرام نفتح الآن باب المداخلات والنقاش لمن أحبه أن يطرح سؤالا أو استفسارا على الدكتور عبدالهادي الزيدي ومن ثم نأخذ استراحة للصلاة حتى إن شاء الله نعاوده مع الدكتور جمال عبدالنموس أحبتنا الكرام من أراد أن يشارك أو يطرح سؤالا أو استفسارا فليتفضل نعم معنا الدكتور طارق تفضل الدكتور طارق معك الصلاحية تفضل دكتور فضل السلام عليكم الله وبركاته عليكم السلام حياكم الله وأشكر المنصة والحاضر على هذه المحاضرة القيمة ممكن تتحدث عن أخطر مهدم للمجتمعات يعني مهدم مجال المحاضرات أنا أريد أن أسدرش لي مسألة اللغة الإعلامية يعني هو أشار ليها يعني لكن للأسف ما في ضابط من نجده في الرسالة الإعلامية يعني افترض تكون الرسالة الإعلامية الموجهة للمحاضرات زاد دلالة مركزية وليست دلالة آميشية ومهمة جدا جدا مسألة الدلالة المركزية في الرسالة الإعلامية عشان أنا أخطر المجتمع لأن المجتمعات تختلف في ثقافاتها في طريقة تلقيها للرسالة نفسها الإعلامية لمن أجد أحد بس عن جانب المحاضرات زاد دلالة جزئية الجزئية الثانية أنا مسألة خطرة جدا بس هي خفية وتطرد يعني أنت إن شارتها إشارة خفيفة اللي هي مسألة الإدمان الإلكتروني ده أخطر شيء خفي للأسف لأنه لا توجد يعني هي في أجهزة لكن ليست لدى الجميع متوفرة أنا شاهدة الإغدار أن أتعامل مع هذه الأجهزة ليتقيد تغييس معدل أو نسبة ترددات الموجات الكهرون الأرضيسية في جسمك وأي أنت أثناء ما تكون حامل موبايل أو يدامك جهاز بتاع الأبطاب أو كمبيوتر أو أي نوع من إنترنت الأشياء للأجهزة الأخرى فالإدمان الإلكتروني ده اللي هو خطورة كبيرة جدا جدا وهو يعالج في المستشفيات يعني الإنسان اللي أدمن إدمان الإلكتروني يعالج زي وزي المخدرات كنا بأول نوع آخر من النباتات المخدرة يعالج نفسه لأنه تشبع بالآيونات الموجبة طالما تشبعت بالآيونات الموجبة ودي أشار لي عالم إسنو كرنوبل أنك كل صحتك تكون متدهورة وأقسر عدائية يعني أنت تكون إنسان أكسر عدائية ليه لأنه جسمك تحمل بهذه الآيونات اللي معروفة لها تأثير على الإنسان وحتى على التربة نفسها يعني نشاط الآيونات الموجبة فدي دي أشد خطورة وإنكن ما معلومة لدى الجميع يعني إنكن الناس ماتمن عرفة الهجزة في هذه النوع من الأيونات اللي يمكن يعني تصدر بجسمك يعني تقعد عشر ساعات 12 ساعة 14 ساعة تقعد على المضاير بخطر جدا جدا فعلا تم الدراسات عليها وأصبح إدمان أخطر يا كاد أقول من الإعلان وتكون شخص عدواني تلقائيا وذي تجرت لي أبحاث كثيرة فنرد الجزئية دي ممكن ما مركزين على تكر خالص خالص مسألة الإدمان الإلكتروني من أجهزة وخلافه بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا شكرا دكتور طارحا ياكم الله نعم أيضا معنا دكتور عثمان فضل دكتور دكتور عثماني أفضل دكتور لديك الصلاحية فضل طيب مداخل أخرى معنا الأخ الفادي تفضل عفوا دكتور استاذ عندنا أنت تخاطبني أنت تخاطب معاقب لا عفوا المداخلات تأخذها الدكتورة من ثم حضرتك كده تحب نعم 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 معنا أليافي تفضل نعم تفضل اياكم الله ومساكم الله بالخير وشكري لكم هذه المحاضرة الطيبة أنا لي سؤال بسيط تغريبا نسمع الإدمان ولكن هل هناك حقوق للمدمنين يعني هل هناك حقوق للمدمنين طيب معنا أيضا الدكتور عثماني تفضل دكتور تفضل طيب دكتور عبدالهادي لكم الصلاحية للرد بارك الله فيك دكتور عبدالهادي معك الصلاحية حقيقة شكرا جزيلا للأخوة المتداتلين والمعقبين وطرح الدكتور قارب مسألتان مهمتان مسألة الأولى هي أو المثال الثانية كانت هي عن المخدرات الألكترونية وهي فعلا موضوع مهم جدا ووجدت أن أجعلها في محاضرة أخرى إن شاء الله مستقلة المخدرات الألكترونية فعلا مهمة جدا وأحثت لأخوة الباحثين والباحثات على تناول هذه المسألة كما تطرق عليها الدكتور الفاضل الأستاذ طارف النقطة الأولى التي ذكرها أن اللغة الإعلامية وتوحيد لغة الخطاب ولغة المعالجة لدى الدول المختلفة لمعالجة متعاطي المخدرات أو لمعالجة انتشار هذه الظاهرة أخي الكريم يعني نقولها بصراحة ليس هناك تعاون حقيقي بين الدول المختلفة فالأمم المتحدة واليونسكو وغيرها تضع قوانين وتضع تعليمات وتضع تشريعات ولكن هي نفسها لا تعمل بها وكثير من الدول تتحدث عن مكافحة المخدرات وتقيم ندوات وتقيم مؤتمرات ولكن أجهزة الشرطة هم من يدخلون المخدرات فكيف إذن تكون توحيد الجهود وتوحيد اللغة حتى الوسائل الإعلامية ذاتها وقد تحدثت في آخر محاضرتي عن ضرورة إيجاد مواثيق عمل إعلامية الحقيقة حتى بعض المؤسسات الإعلامية هي تروج للمخدرات أو يكون مالكها متعاطي أو مروز للمخدرات فكيف إذن يا أستاذ الفاضل التوحيد هذه اللغة نحتاج إلى إخلاص في العمل وإلى نية وإلى خوف من الله تعالى لكي نوحد اللغة والخطاب والمعالجة شكرا جزيلا الأستاذ الفاضل الآخر تحدث عن هل هناك حقوق للمتعاطين وهو سؤال حقيقة فيه من الغرابة وفيه من الطرافة الكثير وقد ربطت إجابته إجابة هذا السؤال بما يوجد الآن في بعض الدول الغربية من حقوق للمثليين وأنا لست أعلم تماما هل المتعاطين الحقوق ربما دكتورنا الفاضل هناك حقوق للمتعاطين لا أعلمها الله بارك الله فيكم شكرا شكرا دكتور عبدالهاتف جزيلاكم الله خيرا من رخصة دكتور جمال رح نأخذ استراحة إن شاء الله بسيطة للصلاة ومن ثم نعاود من خصتك عن دكتور جمال الله يحفظكم نعم أحبتنا الكرام سنأخذ إن شاء الله استراحة بسيطة ومن ثم نعاود استراحة لمدة عشر دقائق ومن ثم إن شاء الله نعاود مع الأستاذ الدكتور جمال عبدالنوس سنبقى إن شاء الله قاعة مفتوحة وبإمكانكم إن شاء الله تواجد وعشر دقائق ونعود بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله حضو والكرام وبارك الله فيكم ونسأل الله أن يكتب لنا الأجر لنا ولكم نعم الآن ننطلق معكم برحلتنا المشوقة الثانية ومحاضرتنا العلمية النافعة والتي بعنوان الذكاء الاستناعي وانعكاساته على العمل الإعلامي والتي يقدمها لنا سعادة البروف جمال عبد ناموس وإليكم أحبتنا الكرام نبذة مختصرة من سيرته الذاتية الأستاذ المساعد دكتور جمال عبد ناموس عراقي وجنسية من مواليد 1967 ويحمل لقب دكتورة فلسفة إعلام بالصحافة كلية الإعلام جامعة تغداد 2017 وأيضا ماجستير من جامعة تغداد كلية الإعلام قسم الصحافة عام 2011 فكالورية الصحافة من جامعة بغداد عام 1988 مجالات العمل الحالية رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام في الجامعة العراقية أستاذ مادة الإعلام التفاعلي في مرحلة الماجستير وأيضا أستاذ مادتي التحرير الصحفي في قسم الصحافة والتربية الإعلامية الرقمية في قسم العلاقات العامة ومشرف على أكثر من رسالة ماجستير وقد تقلد البروف جمال مسؤول شعبة الشؤون العلمية في كلية الإعلام في عام 2013 وأيضا مقرر قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام في 2015 وأمين مجلس الكلية في 2017 وقرر الدراسات العليا أيضا في 2017 ولدى الدكتور خبرات صحفية وأكاديمية لأكثر من 35 عاما ولدى الدكتور أيضا العضوية في المؤسسات والمؤسسات العلمية والصحفية منها عضو مجلس إدارة منصة إدارة أوريد للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية وأيضا مدير المكتب الإقليمي للمنصة في العراق ومدير تحرير مجلة صدى أوريد الناطقة باسم منصة أوريد مسؤول قسم الإعلام والأرشفة في منصة أوريد وأيضا عضو عامل في نقابة الصحفين العراقيين بدرجة سكرتير تحرير عضو متمرس في اتحاد الصحفين الرياضيين العراقيين وعضو اتحاد الصحفين العرب وأيضا عضو مؤسس في جمعية الباحثين والتدريسين الجامعيين وعضو مؤسس في جمعية البصيرة للبحوث والتطوير الإعلامي ولديه من الدورات في مجال الاختصاص شهادة تخصص في التربية الإعلامية والرقمية من أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية في الجامعة الأمريكية بيروت 2015 وشهادة تخصص في الصحافة الاستسقائية أيضا من منظمة نيرج الدولية للصحافة الاستسقائية في الأردن وهو كذلك متخصص في الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعية ولديه من المؤتمرات والنشاطات العلمية المؤتمر العلمي الأول والثاني والثالث والرابع لكلية الإعلام في الجامعة العراقية والمؤتمرات العلمية للجمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع محليا وثلاث مؤتمرات دولية وأيضا المؤتمر الدول الإعلام في كلية الإعلام جامعة القاهرة ولديه أيضا من البحوث أكثر من عشرة بحوث في مجال التخصص منشورة في مجلات عربية ومحلية وأيضا له العضوية في عشرات اللجان العلمية والاعتماد المؤسسية واللجان الامتحانية وغيرها على صعيد الجامعة والكلية وله الكثير والكثير من كتب الشكر والتقدير حاصل على عشرات كتب الشكر والشهادة التقديرية من داخل العراقي وخارجه نفع الله بكم سعادة البروف ولكم الصلاحية كاملة فتفضل مأجورة تفضل سعد دكتور جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام حياك الله الدكتور نعم الدكتور واضح السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله أهلا بالدكتور الأحبة الذين يشاركوننا اليوم الأول من أسبوع الثقافة الإعلامية الذي تنظمه جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية بالتعاون مع منصة وريد للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية حياكم الله وبياكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على ما يحب ويرضى علوان محاضرتي في هذا الأسبوع هي الذكال الاصطناعي وإنعكاساته على العمل الإعلامي كلنا يعرف أنه موضوعة الذكال الاصطناعي برزت خلال يعني الأعوام الأخيرة أو التحديد خلال هذا العام والعام الذي سبقه وأضحت الشغل الشاغل للكثيرين والكل يتحدث عن الذكال الاصطناعي وما سيفعله الذكال الاصطناعي وباتت نظرية المؤامرة فعالة جدا عندما يرد اسم أي شيء له علاقة بالذكال الاصطناعي لكن الحقيقة التي لا بد لنا أن نتوقف عندها أن التكنولوجيا أيًا كان شكلها لا يمكن أن تتحرك بمعزل عن بيئاتنا الاجتماعية والإنسانية التي تشكلت فيها أي أنها غير مفصولة عن بيئات الاجتماعية للبشر فكل ما مطلوب منا هو أن نندمج مع هذه التكنولوجيا لأننا لسنا مخيرين في تجاهلها بل مجبرين على الدخول فيها وأن نعمل بجد لكي نكون متلقين إيجابيين لما يظهر أو يخرج من هذه التكنولوجيا الحقيقة المهمة الأخرى التي أتوقف عندها قبل أن ندخل في محاضرتي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي حقيقة يعني صارت في الجسد البشري كسران النار في الهشيم آخر الإحصائيات تقول أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي سيصل إلى 5 تريليون دولار بحلول عام 2050 وهو طبعا يعطي إشارة واضحة إلى أنه الإعلام وصحافة الذكاء الاصطناعي شأنها شأن باقي مجالات الحياة الأخرى سيكون لها نصيب كبير في هذا الاستثمار حتى يكون دخولنا منطقيا لعنوان محاضرتنا لا بد من مرور سريعا على الذكاء الاصطناعي الأي آي يعرف أنه هو مجال من مجالات علوم الحاسوب يركز على إنشاء أنظمة وأجهزة قادرة على تنفيذ مهام تتطلب ذكاء بشريا يمكن أن تشمل هذه المهام التعلم والتحليل واتخاذ القرارات والتعرف على الأنمار ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصور وغيرها وهذا يقودنا إلى أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تطوير آلات أو برامج قادرة على محاكاة قدرات الإنسان الذينية والعمل بشكل مستقل أو مع التدخل البشري محدود طبعا الخبراء عرفوا الذكاء الاصطناعي أنه يقوم بتأدية المهام التي يعجز بني البشر عن تأديتها عندما نخوف في أنواع الذكاء نجد أن الخبراء المعنيين بذكاء الاصطناعي قسموا الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أنواع ذكاء اصطناعي ضيق أو محدود يكون هذا النوع من الذكاء يركز على مهمة أو مجال معين مثل التعرف على الوجوه أو الترجمة اللغوية أو ما إلى ذلك وأيضا الذكاء الاصطناعي العام الذي هو النوع الثاني يشير إلى الآلات التي تمتلك قدرات ذكاء شاملة وقادر على أداء أي مهمة عقلية يمكن أن يقوم بها الإنسان طبعا هذا يقول لون الخبراء أن هذه المرحلة قيد التطوير ولم يتم الوصول إليها بعد أعتقد أستطيع أن أجزم أننا على أبواب دخولها بكل تفاصيلها وما يريدنا يوميا من تطبيقات للذكاء الاصطناعي التي انفجرت ثورته مع ظهور تطبيق الجادش بيتي هذا التطبيق بالذات الذي نحن الآن نعتقد أننا في الجيل الخامس منه هذا التطبيق بالذات هو من جعل الذكاء الاصطناعي يقفز إلى واجهة الاتمام الإنساني وعلى كافة الأصعدة وبات الشغل الشاغل لكثير من عمالقة التكنولوجيا بالعالم كيف يستثمرون في الأمر المعلومات المتوفرة أن السباق محموم والأيام القادمة حبلة بالاكتشافات المثيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته النوع الثالث هو الذكاء الاصطناعي يتجاوز قدرات الإنسان في معظم أو كل المجالات هذا النوع ما زال افتراضيا ويثير الكثير من النقاش حول الأخلاقيات والأثار المحتملة على البشرية وهو حقيقي جزء كبير منه آخر المعلومات التي وردت تقول أن ما نقول عنه افتراضيا هو حاليا في طور التحول إلى أن يصبح واقعيا ونحن أمام تحذيرات تطلق بين الفينة والأخرى من كثير من الخبراء ومن بعض المعنيين بالاستثمار في تكنولوجيا عندما نسمع إيلون ماسك يحذر من أن يمكن أن يكون فناء البشرية على يد الذكاء الاصطناعي فنحن أكيد تجاوزنا مرحلة الافتراضي ودخلنا في مرحلة الذكاء الاصطناعي الفائق هم يحذرون من أن بعض روبوتات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته باتت تستطيع الآن أن تنتج هي لوحدها أفكارا توليدية أو تولد أفكارا جديدة بعيدا أو بمعزل عن ما تتغذى منه من بيانات الضخمة الموجودة على شبكة الأنترنت يعني بشكل عام يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تحسين أداء الأنظمة وتسهيل الحياة اليومية من خلال تنفيذ المهام بشكل أكثر كفاءة وفعالية مع توفير الوقت والجهد عندما أعود إلى أدبيات الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالإعلام وانعكاسات الإعلام تظهر للشريحة التي بعد هذه التي تظهر أمامي أن العالم بدأ يتحدث منذ عام 2017 تقريبا عن تقنية الروبوت وكيف يمكن أن تؤثر بصورة إيجابية في صناعة الإعلام هذه في عام 2017 نحن الآن في الربع الأول تقريبا من على وشك أن ننتهي من الربع الأول من عام 2024 أو بعد سبع سنوات نجد أن الإعلام بات اليوم يعتمد على أقمار صناعية تتجاوز سرعة الأنترنت فيها أكثر من ألف ميجابايت وتستخدم كاميرات تصوير ثلاثية الأبعاد بصورة فائقة وأوضح وأشمل من رؤية العين المجردة على وعلى ذلك بات الإعلام يعتمد آلاف الروبوتات التي تغطي الأحداث في الأماكن الخطرة التي يصعب على الإنسان الوصول إليها ونقصد بها مناطق الحروب، الحرائق، قعان البحار الفضاء وما إدراك ما الفضاء من فوق ناطحات السحاب كل هذه المعلومات تبشر بحقبة جديدة وثورة جديدة في عالم الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي لا سيما فيما يتعلق بصحافة الذكاء الاصطناعي مرت علي أحصائية حقيقة كانت أرعبتني عندما قرأتها أحد الصحف العالمية على ما أعتقد النيورك تايمز أو الواشنطن فوز ذكرت أن في عام 2022 ونحن نعلم أن هذه الصحف لا ترسل معلومات إلى المتلقي وإلى الجمهور في مختلف أرجاء العالم اعتباطاً إنما فيها رسائل وفيها أجندات تريد الوصول إليها وهذا أمر بديهي ما عدنا نتحدث فيه من زاوية يعني وجهة النظر المتعلقة بنظرية المؤامرة لكن هو هذا الواقع ولا سيما بعد ما شاهدنا ما شاهدنا من تزييف وتضليل وخداع بما يتعلق بالحرب الظالمة في غزة في عام 2022 تقول الصحيفة في تقرير أنه أنتج الذكاء الاصطناعي 40 ألف سلاح كيمياء افتراضي طبعاً هذا يأخذنا للجانب المظلم من الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفة في أدوات الحرب وشاهدنا ما حدث في حرب أوكرانيا وروسيا وأيضاً الآن ما يحدث في الحرب في غزة وكيف يتم توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الطيران المسير وفي الأسلحة والتوجيه الذكي وما إلى ذلك وهذا شيء آخر لا مجال للدخول فيه الآن عندما اخترت العنوان وقلت أن الذكاء الاصطناعي وانعكاسات علامة الإعلامي توقفت عند مجموعة من الإيجابيات التي ظهرت مع دخول الذكاء التطبيقات أو أدوات الذكاء الاصطناعي للإعلام تخيلوا معي أننا أمام نشرة أخبار هو طبعاً نحن نتخيل الآن في قاعة المحاضرة إنما هي واقعاً موجودة وكلنا لمسناها بشكل واضح لا سيما في القنوات والمؤسسات التي لها بعض في العمل الإعلامي وتمتلك إمكانات هائلة كلنا نرى قناة الجزيرة أو الـ CNN أو الروسيا اليوم وكل قنوات في فرانس 24 وكل هذه القنوات وظفت أدوات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في العمل الإعلامي تخيلوا معي نشرة أخبار كاملة تدار بدون تدخل بشري إلا من وراء الكاميرات الروبوت ينقل الحدث وهو من يصور باستعمال أحدث التقنيات التي تنقل الصوت والصورة الروبوت هو من يحاور داخل الستوديو يقدم ويحلم ويكتب عنوين إخبارية على الشاشات الروبوت هو من يعلق كمترجم فوري للضيوف بلغات مختلفة الروبوت يختار الفواصل الموسيقية بعناية فائقة الروبوت يكتب تقريرا صحفيا كاملا الروبوت يكتب قصة إخبارية الروبوت دخل في كل مفاصل العمل الإعلامي عند المؤسسات التي الآن تتسابق فيما بينها لامتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام أحدهم ولم يذكر اسمه قال أن صحافة الذكاء الاصطناعي هي ثورة الإعلام القادمة لا تعرف حدودا ولا قيودا المنافسة قوية للغاية والفائز في السباق من يستحوذ على أحدث التقنيات الحقيقة أنه في الإعلام يتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي فقل ما نجد إنسان يظهر على الشاشة إلا لمهام محدودة وكضيف شرف فالروبوتات هي من تدير الأمر أولا وأخيرا مثال واقي على ما نقوله حتى يتعزز ما نقوله وليس مجرد فرض كلام غير معزز بالأدلة وكالة رويترز وهي واحدة من أشهر الوكالات التي تسيطر على تدفق الأخبار ومنذ أن كنا في سنوات الدراسة الأولى في البكالوريوس نقرأ أن أربع إلى خمس وكالات في العالم تسيطر على أكثر من ثمانين بالمئة من تدفق الأخبار وواحدة منها أو في صدارتها وكالة رويترز البريطانية هي منذ أكثر من خمس سنوات مكنت تقنيات الذكاء الاصطناعية من أداء مهام معينة في صناعة الخبر وقد تم بناء غرفة الأخبار الكترونية إذ يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تنظيم الأخبار وجمعها من مصادر الأنترنيت واقتراح الأفكار وتحليل البيانات وحتى كتابة جمل كاملة إذا لزم الأمر طبعا الآن المؤسسات تعمل على قدم وساق ومن أقول مؤسسات المؤسسات التي تمتلك القدرات والإمكانات المادية واللوجستية والبنى التحتية حتى تدرب كوادرها على كيفية استخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتوجيها بشكل سليم نحو الجمهور وكل ذلك طبعا يدخل في عملية السيطرة على الرأي العام وبناء وعيه وقيادته بالاتجاهات التي تخدم سياسة كل وسيلة ومن يقف وراءها أمام هذا الأمر أحد المعنيين بدراسة آثار الذكاء الاصطناعي على مختلف مجالات الحياة والإعلام بينها يقول أن البشر ما زال متفوقا في التفكير القام على السياق والإبداع الحقيقي ولا يمكن بأي حال من الأحوال طبعا هذا وجهة نظر إيجابية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسلم بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتفوق على البشر في التفكير القام على السياق والإبداع الحقيقي يعطي السبب في ذلك يقول أنه معظم المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي اللي لم يكن كله لا يؤدي إلا للإجترار بطريقة ما من البيانات المستخدمة لتدريبه يعني البيانات المستخدمة اللي موجودة في شبكة الأنترنت العلماء أيضا يقولون أنه الذكاء الاصطناعي قد يؤدي وقد طبعا ليس فيها جزء بأنه يمكن أن يكون النجاح مطلق في هذا الأمر كلنا سمعنا في وقت كورونا يعني جائحة كورونا أنه فيسبوك غيرت اسمها وأطلقت على نفسها اسم شركة ميتا على اعتبار أنه إطلاق الميتافيرس أو الواقع المعزز الآن تقريبا هذا المصطلح لا أقول اختفها لكن خفت ويبدو أن ما أحط به من هالة إعلامية لم تكن حقيقية وما زالت الشركات تعاني في كيفية تسويق هذا الأمر إلى الجمهور والعالم الآن متجه تقريبا بوصلت العالم الآن متجه بشكل كبير نحو الذكاء الاصطناعي طيب عندما نريد أن ندخل ونغوص أكثر ما هي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي بوبة التطبيقات التي تدخل في العمل الإعلامي المجال الأول في العمل الإعلامي هي أتمتة الأخبار أي يستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة التقارير الإخبارية وإنتاج الأخبار بسرعة أذكر في هذه النقطة أنه قبل سنتين كان عندنا مؤتمر علمي نظمته أيضا جمعية البصيرة وكان الدكتور سيف السويدي الرئيس التنفيذي لمنصة أريد هذا الرجل المبدع الذي يجمعنا منذ ثمان سنوات بشكل دوري تحت خيمة سبوعة الثقافة الإعلامية والمحافل العلمية والندوات والورش وباتل المحتوى البحث العربي حضور ويسمع له صوت في وقت علت فيه أصوات الآخرين وباتوا يتنافسون في ميدان العلم بشكل لا يوصف هذا الرجل في حينها قدم لنا ورشة في المؤتمر تحدث فيها عن الفضاء عن الميتافيرس وأيضا عن بعد أن ظهر تطبيق قدمنا أيضا محاضرة عن الشات جي بي تي وكانت في بداياته وفي حينها قام بتجربة طلب من الشات جي بي تي أن يكتب له تقريرا صحفيا عن وباء كورونا قدم لنا الشات جي بي تي تقريرا مطولا فيه فيه تفصيلات ومعلومات كل ما يتعلق بوباء كورونا في مختلف أنحاء العالم عندما رأينا هذا التقرير وجدنا أنه لا مفر أمام المؤسسة الإعلامية التي يساعدها هذا التطبيق من تطبيقات ذكال الصناعي إلا أن تعيد النظر فيما كتبه هذا التطبيق وتعيد تحريره وصياقة لأنه بشكله الذي ظهر لم يكن صالحا للنشر وحتى للتداول عند الجمهور فنعود إلى أن البشر سيبقى متفوقا في هذه النقطة في المجال العلماء في تحليل البيانات تحدي كبير جدا يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى وتحديد الاتجاهات لماذا؟ قد يسأل سال يقول لماذا تحليل البيانات فيه تحدي كبير للإعلام في موضوع توظيف الذكاء الاصطناعي آخر الإحصائيات قد تكون عندي آخر الإحصائيات وظهرت بعدها إحصائيات أخرى أشد إبهارا أن شركة ومعروفة هي عالميا ومعنية بالتكنولوجيا الحديثة هي شركة أنتل قالت أن حجم البيانات التي ولدها البشر منذ بداية التاريخ وحتى عام 2003 قدرت بخمسة إكسابايت هو حجم البيانات التي تم توليدها الواحد إكسابايت يساوي مليار جيجابايت لكن هذا الرقم تضاعف خمسمائة مرة خلال عام 2012 ليصل إلى 2.7 زيتابايت الواحد زيتابايت يساوي تريليون جيجابايت حقيقة نحن أمام معطيات إحصائية نحن بني البشر قد لا نستطيع أن نهضمها وإن كنا من أصحاب الاختصاص فكيف الحال بالجمهور كيف يمكن أن يهضم هكذا أرقام إذا هذا الكم الهائل من البيانات الضخمة مهما تكون قدرات أو طاقات أو مميزات أدوات الذكاء الاصطناعي الخبراء يقولون أنه فقط 3% من هذا الحجم الهائل من المعلومات يمكن إخضاعه للتحليل والتخزين فماذا عن الحجم المتبقى؟ ماذا عن 97% المتبقية؟ كل هذه البيانات الضخمة حتما سترضع تحديات كبيرة على صناعة الإعلام وتورة صحافة الذكاء الاصطناعي في البحث عن أفضل السبل لمعالجتها وتولي كل وسيلة إعلامية تقليدية كانت أو حديثة يعني تقليدية أو رقمية تصنيف تلك البيانات الضخمة وعرضها وتحليلها والاستفادة منها أعتقد يعني الأرقام قد تكون مثيرة نحتاج إلى وقت ليس بالقصير حتى نتمكن من استيعاب هذه الطفرات النوعية الهائلة في التكنولوجيا الحديثة والتي تفرض سطوتها وتبحث يعني وتشيع نوع من الخوف من القادم يعني وكأن القادم مجهول من سيمتلك القدرة على إنتاج أدوات الذكاء الاصطناعي وتطويرها وتسويقها للجمهور هو من سيكون سيد العالم وسيتحكم بوعينا وسيتحكم باتجاهاتنا وسيتحكم بأفكارنا إن كان تحكمه بنا بحكم الخضرة التي نمتلكها والعمر الذي مضى فإن أولادنا والأجيال القادمة سيكون أمام اختبار قاسي لا يعلم بما سينتج عنه سوى الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم التطبيق أيضا التطبيقات الذكاء الاصطناعيف تتسخدم أيضا في توصيات المحتوى التطبيقات ذكاء في تخصيص المحتوى لجمهور محدد بناء على اهتماماتهم هذه النقطة بالذات واحدة من النقاط الضعف التي تسجل على ذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي لماذا؟ لأن الغرب كلنا يعرف أن الغرب هو من يمتلك مفاتيح الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وإدواته وهذه بديهية لا نقاش فيها الغرب أنتج خوارزميات متحيزة في التعامل مع المحتوى الإعلامي وكلنا رأينا هذا التحيز واضحا قدرا إن جاز لنا التعبير أن نصفه قدرا فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في غزة والانتهاكات التي تعرض لها أهلنا في غزة وكيف أن الإعلام كان يسوق من يدافع عن أرضه ودينه وعرضه على أنه إرهابي ويسوق المحتل على أنه مظلوم وعليه أن يدافع عن نفسه وشاهدنا كيف أن الفيسبوك واليوتيوب وما إلى ذلك من التطبيقات التواصل الاجتماعي كيف وضعت محددات على تداول المحتوى الذي يمكن له أن يتعاطف مع المظلوم على حساب الظالم على عجالة عطيت هذه المجالات الثلاثة التي تستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآن أتحول إلى الانعكاسات الإيجابية للذكاء الاصطناعي في الإعلام واضحة زيادة الكفاءة تحسين جودة المحتوى وتوسيع نطاق الجمهور زيادة الكفاءة كيف تكون زيادة الكفاءة دائما العنصر البشري هذه طبعا حقيقة علمية لا جديدة فيها فقط أعيد التذكير بها من باب الاستشهاد ومن باب توضيح المعنى تحسين الانتاجية وتقليل الوقت اللازم لانتاج المحتوى يبدو أننا نسير بسرعة لا تقاس بالزمن الحالي لا نقول بالسنوات التي فيها مع الشهر والشهر في 30 يوم واليوم 24 ساعة لا أتحدث بالسنوات الضوئية قد يكون في كلام شيء من المبالغة لكن هذا هو واقع الحال نحن أمام عصر جديد في الإعلام ستستغني المؤسسات عن المراسلين والمندوبين وستستعين بالروبوتات التي لا تعرف معنى للتعب ستعمل ليلا ونهارا تخيلوا معي أن روبوت يعمل على مدى 24 ساعة في عملية نقل الأحداث من مختلف أرجاع العالم يغطي يدخل في أشد المناطق خطورة التي لا يستطيع حتى الإنسان أن يصل إليها يدخل في أعماق البحار يصعد إلى عنان السماء يغوص في مجاهل الفضاء وكثير من الكوارث الطبيعية التي قد نتعرض لها وينقل لنا أولا بأول ما يحدث كيف يمكن للجمهور أن يستقبل هذا الكم الهائل من الأخبار عندما ذكرت الإحصائيات قبل قليل وقلت أنه كم هائل من البيانات الضخمة التي يتم تداولها عبر شبكة الأنترنت وتطبيقاتها وقلت أنه هذه الكم الكبير من البيانات الضخمة التي سيزيد ضخامتها التوليد الذي ظهر به الذكاء الاصطناعي ما يستخدم منه لا يشكل أكثر من 3% فكيف الحال بالأخبار والقنوات الفضائية التي ستوظف أدوات الذكاء الاصطناعية في كل تفاصيل عملها والروبوت ينقل يكتب الحدث ويصوره وينقل بالصوت والصورة ويبث عن طريق أقمار الاصطناعية وكلنا نسمع يوميا أننا قريبين من القصر الذي ستكون فيه خدمة الأنترنت متاحة في جميع أرجاع الكرة الأرضية مجانا وماذا عن منظومتنا القيمية وعاداتنا وتقاليدنا وماذا سيفعل الإعلام وكيف سيصنع محتوى في مواجهة هكذا تدفق كبير للمضامين من وسائل الإعلام التي تدير هدوات الذكاء الاصطناعي تحسين جودة المحتوى هذا موضوع لا غبار عليه عندما يكون التصوير بالكاميرات الثلاثية الأبعاد المجسمة التي أيضا يقوم عليها هذه التقنية بالضغط تقنية التصوير الثلاثية الأبعاد يقوم عليها عالم الميتافيرس الواقع المعزز وهذه طبعا هذه التقنية التصوير الثلاثية الأبعاد تعطي تصويرا للأحداث أشهد وضوحا مما تراه العين المجردة يعني يكون العرض مبهر وتتفاعل معه العين البشرية كيف سيتعامل معه بين البشر لا سيما في عوالمنا العربية والإسلامية إن كنا نسلمنا بأن الغرب يمتلك جمهورة من الوعي ما يكفيه للتعامل مع هذا المحتوى ماذا عننا نحن نحن الذين لا نمتلك شيئا من البنى التحتية التي تعزز خدمة الأنترنت عندنا أو توفر لنا أدوات توظيف الذكاء الصناعة بشكل سليم في الإعلام سؤال يحتاج إلى أجوة كثيرة قسم كبير من معلوماتنا غير متوفرة الآن توسيع نطاق الجمهور القدرة على توجيه المحتوى لجمهور محدد وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل الجمهور هو ما زال حتى الآن يرى بأم عينهي كيف أنه مثلاً موقع الفيسبوك أو حتى الأنستجرام أو اليوتيوب تيك توك هذه المواقع شائعة الاستخدام في مجتمعاتنا يرى بأم عينهي كيف يتم يعني توجيه المحتوى له حسب اهتماماته حتى أن بعض الناس من المستخدمين للبسطة يقول نحن نتحدث فيما بيننا داخل الأسرة فنقول هذه السلعة تنفعنا هذا اليوم لا بد أن نشتري أو نقتني هذه الحاجة للبيت فبمجرد أن نذهب إلى حساباتنا وصفحاتنا في موقع تواصل دماعي نفاجأ بكم كبير من الإعلانات تتدفق علينا تروج لنا ما كنا نتحدث به بيننا كأفراد أسرة لم يبقى للخصوصية موقع ولا موضع ومن يتحدث عن الأمن السبراني ويتحدث عن خصوصية المعلومات وهذا مشفر هذه محمية وهذه كذا نحن نعيش في أكذوبة كبيرة كل ما عندنا مشاعر ما دمنا نتداوله في هواتفنا النقال التي نفعل فيها خدمة الأنترنت ومن يدير هذه الخدمة هو من يتحكم للأسف بما نحب وبما نكره ويوجهنا بالاتجاه الذي هو يريده وهذا طبعا يقودنا إلى أن ندخل في الانعكاسات السلبية بالذكاء الاصطناعي ليس فقط على العمل الإعلامي إنما فيه وأول هذه الانعكاسات السلبية هي التحييز في الخوارزميات تأثير الذكاء الاصطناعي على اكتيار المحتوى وإمكانية تعزيز التحييزات وأضربت مثال على هذا الأمر وقلت أنه نشاهد يوميا أنه كيف يتم وضع خطوط أمراء على الكثير من المحتويات التي نريد أن نتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد أن يوصم الغرب أي جهة عربية كانت أو إسلامية بالإرهاب فذلك يعني أن اسمها غير لا يمكن السماح بتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يعني ويبدو وطبعا هم في الأون الأخيرة من أحداث من الحرب الروسية الأوكرانية ومرورا بوصولا إلى أحداث غزة وظفوا أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل واضح وحتى جربوا علينا الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحجب تلقائيا أي محتوى يتعاطف مع الآخر الذي يتعرض لظلم كبير أيضا الاستغناء الاستغناء عن الوظائف تأثير الهتمة على وظائف الإعلاميين وتقليل الحاجة للموظفين البشر طبعا هو هذا الهاجس الأكبر الذي يدفع الكثير من مؤسساتنا الإعلامية على الأقل نحن في الدول العربية والإسلامية أن مؤسساتنا الإعلامية لا تتعامل ليست متحفزة لتعامل عدوات ذكاء الاصطناعي لأن الفكرة السائدة أن الذكاء الاصطناعي سيكون سبب في استغناء المؤسسات الإعلامية والصحف وكل المؤسسات الإعلامية عن الصحفين والاستعانة بالروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على اعتبار أنه نسبة العمل فيها ستكون دقيقة وعالية وهذا الأمر قد يكون فيه مبالغة كبيرة قبل أن يحدث هذا الأمر لماذا؟ لأنه مثل ما قلت أنه مهما تمتلكت أدوات الذكاء الاصطناعي من قدرات خارقة في التعامل في توليد الأفكار يبقى البشر متفوقاً لأنه ما يمتلكه يتفوق كثيراً كل ما في الأمر يحتاج أننا نحتاج إلى توظيف صحيح وسليم لأدوات الذكاء الاصطناعي بحيث ننجح في إنتاج محتوى فعال يساهم في تسويق المحتوى الإعلامي لا سيما العربي والإسلامي في مواجهة معركة نعرف لها أولاً ولا نعرف لها آخراً تهاجم ديننا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وتعمل على سلخ أولادنا وبناتنا من مجتمعهم ودفعهم نحو سلوكيات أقل ما توصف أنها منحرفة أيضاً من العكاسات سلبيا الذكاء الاصطناعي موضوعات المخاوف الخصوصية استخدام البيانات الشخصية لتوجيه المحتوى لتوصياته قبل ثلاثة أو أربعة أيام قمنا ورشة عن الافتزاز الإلكتروني في كلية الإعلام في جامعة العراقية تحدث فيها أحد المختصين التقنيين فيما يتعلق بموضوعة الافتزاز وحقيقي يعني تحدث بمعلومات يعني أثارت مخاوف الكثير من الطلب الذين استمعوا إليه فيما يتعلق في موضوعة السطو على البيانات الشخصية وكيف أن أدوات الذكاء الاصطناعي بإمكانها أن تكتشف الكثير من شفرات الخصوصية وبإمكانها أن تصل إلى المحتويات في داخل الهواتف النقالة وأيضا تعمل وهذا هو الأخطر على استخدام المحتويات التي تشرقها أو من الهواتف النقالة للمستخدمين باستخدام التزييف العميق في إنتاج محتويات ومضللة مزيفة لا يمكن للجمهور العادي أو للمتلقي العادي أن يميز في كونها حقيقية أو مزيفة وهذا الأمر طبعا دفع شركة فيسبوك ميتا قبل أيام أعلنت أنها ستضع إشارة على المحتويات التي سينتجها الذكاء الاصطناعي من أجل أن يميزها المستخدمو الفيسبوك والتطبيقات ونستخدموه شركة تطبيقات شركة ميتا الفيسبوك والإنستجرام والماسنجر والواتسا ويستطيعون عن طريقها أن يميزوا هذا المحتوى منتج من قبل الذكاء الاصطناعي أو منتج من البشر وهذه قطرة في بحر نحن أمام كم كبير من التطبيقات التواصل الاجتماعي التي ما زالت لا تلتزم بمواثيق معينة الأخطر معلومة سمعتها خلال هذه المحاضرة أو الورشة أن الكثير من معلومات الخصوصية تباع في الأنترنت المظلم في الويت دارك معروضة للبيع وكثير من هذه المعلومات قد لا نعلم لا يعلم أصحابها أنها معروضة للبيع وهذه حقيقة تحدي آخر كبير يمكن أن يجعلنا نطالب صناع المحتوى الإعلامي بأن يتحرّب دقة في استقاء المعلومة والتعامل معها بشكل صحيح التحديات عندما نقول تحديات فنحن نعني بذلك أنه لا يوجد إجماع دولي أو عالمي بين كل صناع المحتوى على مواثيق أخلاقية تنظم عمل أدوات الذكاء الاصطناعي قبل شهر أو أقل عمدت منظمة اليونسكو التابعة لأم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي في فرنسا ألزم وجه فيها دعوات لعمالقة التكنولوجيا إيلون ماسك ومارك روزنبرغ ومايكروسوفت وغوغل ألزمتهم في أن يجتمعوا ويضعوا مواثيق أخلاقية تنظم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ليس في المجال الإعلامي في كل مجالات الحياة ووضعوا قد ما نسميه مسودة قانون لهذا الأمر وهذا الأمر يحتاج إلى انضاج حتى يتحول إلى أمر ملزم هذا الأمر طبعا ما دفع المؤمن المتحدة لهذه النوية هي كثرة التحذيرات على مستوى العالم من أننا مقبلون بسرعة مخيفة نحو دخول أدوات الذكاء الاصطناعي في كل مجال مفاصل الحياة وتعريض حياة بني البشر لمخاطر بأشكال متنوعة مختلفة عندما ذكرت الأحصائية وقلت أن الذكاء الاصطناعي في عام 2022 فقط أنتج أربعين ألف نوع من السلاح يعني أعطى أفكار لإنتاج أسلحة كيميائية قاتلة افتراضية فأعتقد هذا الأمر يتعلق بضرورة ضمان أو وضع مواثيق أخلاقية تنظم على أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي أي ضمان الشفافية والنزاهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذا أمر نسبي نحن نعرف أخلاق الغرب تحكمه يحكمه المال وتحكمه السلطة والأخلاق تأتي بعد أن يحققون ما يريدون من ثمارات التكنولوجيا التي يطورونها لحظة بلحظة التحديات الأخرى جودة البيانات تحديات الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة لتدريب الأنظمة أنظمة الذكاء الاصطناعي قائمة على أنها تبحر في بنك المعلومات الكبير الموجود في شبكة الأنترنت وهي أكثر دقة في الوصول إلى المعلومة من محركات البحث التقليدية التي نعرفها وهذا الأمر وبما أنه نحن هذه طبعا حقيقة لا جديدة فيها أنه كمك بنسبة عالية من المعلومات التي يتم تداولها في شبكة الأنترنت بجهولة المصدر ومن الصعوبة التوثق صعوبة أن نتوثق من مصداقيتها من قبل المستخدمين العاديين المستخدم العادي يحتاج إلى مهارات عالية وبرمجيات وثقافة استخدام ومهارات استخدام للبرمجيات حتى يستطيع التوثق من أن هذه معلومة حقيقية أم هي من صنع الذكاء الاصطناعي وهذا أمر حقيقي فيه تحدي كبير جدا تغيير أنماط العمل أنماط العمل التقليدية نحن نعلم أنه أنماط العمل التقليدية في الإعلام معروفة يخرج المندوب إلى مكان الحدث أو المراسل معه أدواته التقليدية ليغطي الحدث ثم ينقله إلى مؤسسته الإعلامية في عصر الذكاء الاصطناعي الأمور تختلف يعني المنتج عالي جودة يتم إرساله مباشر يبث عبر الأقمار الاصطناعي يعني عملية لقد لا تستغرق إلا وقت قصير هذا التغيير في أنواة العمل يحتاج إلى تأهيل وتدريب العاملين في مجال الإعلام على التعامل مع الذكاء الاصطناعي ما معناه أنه على المؤسسات الإعلامية أن تفكر جدياً في تدريب العاملين فيها على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لا ضير في أنه يتعلم الصحفي مهارة استخدام التشات جي بي تي لا ضير أن يتعلم مهارة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي التي تتيح إنتاج مقطع فيديوي بناء على قصة إخبارية لم يتسنى للصحفي أن يصور تفاصيلها الآن في أدوات ذكاء اصطناعي بمجرد أن تغذيها بالمعلومات تعطيك مقطع فيديوي متكامل يعطيك صورة أقرب ما تكون للواقع للقصة الصحفية للخبر الذي تكتبه للتقرير للتحقيق الاستقصائي أو الصحفي التقليدي الذي تكتبه فما المانع أن تلجأ أو تقوم المؤسسات الإعلامية بتدريب العاملين فيها على هذه المهارات تقريبا أو شكت على أن أعتذر أن أطلت في الأمر لكني أو شكت على أن ينتهي من الأمر فأقول أن الواقع يقول بما لا يدعي مجال للشك أنه مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يشهد العمل الإعلامي تحولات كبيرة تؤثر على طريقة إنتاج واستهلاك المحتوى الإعلامي فيما يلي بعض الجوانب التي قد تؤثر على مستقبل العمل الإعلامي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي أتمتت الإنتاج الإعلامي يقول أن الآن طبعا أدواء الذكاء الاصطناعي تستطيع أن تكتب مقالات وتحررها تلقائيا هذا موجود إنشاء مقاطع الفيديو والصوت بشكل آلي هذا موجود يعني قبل يومين شفت أحد مواقع الذكاء الاصطناعي فيه بالضبط 6000 أدات ذكاء الاصطناعي ستة علاق أدات في مختلف المجالات إنتاج المحتوى، إنتاج مقاطع الفيديو كتابة القصص، كتابة المقالات، إنتاج البحوث في كل مجالات الحياة الطبية، اجتماعية، إنسانية بمجرد أن تدخل لها قسم منها مجاني والقسم الآخر مقابل رسوم والرسوم مقارنة بما تقدمه أدوات الذكاء الاصطناعي تكاتكو، يعني زهيدة في مقابل المنتج الذي تقدمه تخصيص المحتوى يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل اهتمامات المستخدمين وسلوكهم لتقديم محتوى مخصص يتناسب مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم هذا التخصيص قد يعزز تجربة المستخدم ويزيد من تفاعله مع وسائل الإعلام يبدو وكأنه الكلام واضح جداً أنه نحن أمام مرحلة جديدة ستتمكن فيها أدوات الذكاء الاصطناعي من فهم سلوك المستخدم خلال تصفحها للمحتويات الإعلامية في المواقع التي يتابعها وبالتالي سيستطيع أن يحدد للمؤسسة الإعلامية طبيعة المحتوى التي يريد المستخدم وستنتجه له وتبث فيه ما تريد والذي بالإشارة يفهم التحقق من المعلومات ومكافحة الأخبار المزيفة يمكن للذكاء الاصطناعي يساعد في التحقق من الحقاق وتحديد المعلومات المغلوطة والمزيفة بشكل أسرع وأكثر دقة هذا قد يؤدي لتحسين مصداقية وسائل الإعلام والحد من امتشار المعلومات الكاذبة واحدة من أهم فصول نظرية المؤامرة التي منذ نعومة أطفالنا نسمع بها أن الغرب يصنع الأدوية الغرب أولاً ينشر الوباء ثم يصنع أدوية لمعالجة الوباء الغرب صنع الحواسيب ثم صنع لنا برامج الأنتفيروس حتى نحمي الحواسيب من الفيروسات التي تصل عبر شبكة الأنتفيرنيات الغرب صنع لنا الهواتف النقالة وصنع لنا ما يحميها وكأنه يعطينا الداء ويصنع لنا الدواء وكذا الحال في ما يتعلق بالمعلومة هو صنع أدوات ذكاء اصطناعي بارعة في صناعة الأخبار المزيفة والمضللة وفي نفس الوقت ينتج لنا برمجيات تكشفها وكأننا كلعبة القطوة الفيرتوم أنجيري إنجاز لي التوصيف تحليل البيانات والرؤى التفاعل مع الجمهور يمكن استخدام ذكاء الاصطناعي في إنشاء روبوتات دردشة ذكية للتفاعل مع الجمهور والإجابة على استفساراتهم أعتقد هذه شائعة الآن على نطاق واسع لا سيما في التسويق الإلكتروني والتجاري والكل يعرفها الإجابة الآلية تحليل البيانات والرؤى يمكن لذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الضخمة واستخلاص الرؤى منها بين قوسيا 3% فقط من حجم البيانات الضخمة مما يساعد وسائل الإعلام على فهم الجمهور بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المحتوى الاستراتيجية هذه تحليل البيانات والرؤى هذه تعمل بشكل فعال عندنا إن وظفت أو تم استخدامها يعني تعمل عندنا في العالم العربي والإسلامي أو لغلنا نقول نسميه العالم النامي العالم الثالث العالم الذي يكتفي بدور المتلقي مع بعض الاستثناعات تنفع معنا أن نوظف أدوات الذكاء الاصطناعي في كيفية تحليل الكم الهالي والبيانات التي تصنح أدوات الذكاء الاصطناعي والتطورة التي لم تصلنا لحد الآن فعلى الأقل إن كنا داخلين في معركة خاسرة لا نفكر في الانتصار فيها على الأقل تقدير نفكر بكيفية الخروج منها بأقل الخسائر لأننا مجبرين على دخولها لسنا مخيرين دخلناها وإن لم يقتنع البعض بهذا الكلام تحول أدوار الصحفيين تحول أدوار الحيث يصبح تركيز أكثر على التحقيقات المتعمقة والتحليل الإخباري بدل المهام الروتينية يمكن للصحفيين استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد في عملهم مما يتحدهم التركيز على جوانب الإبداعية والتحليلية عندما ظهر البث الفضائي وظهرت الصحف الألكترونية الصحف الورقية سحب من تحت أقدامها البصار وباتت لا تفكر بشيء اسمه السبق الصحفي فإلى ماذا لجأت؟ لجأت إلى أنها تأخذ الخبر تحلله تكتب عنه بطريقة تختلف عن الاسلوب الذي يكتب به التحليل وتكتب به المعلومة في المواقع الإلكترونية أو في القنوات الفضائية الصورة تتكرر التاريخ يعيد نفسه الآن إحنا أدوات ذكاء اصطناعي تجعل من الصحفين أنه أنتم ستنتقلون من مرحلة المراسلة والمندبة والتواجد في مكان الحدث وسيقوم الروبوت بأداء هذه المهام عنكم بنسبة دقة مئة بالمئة ما عليكم إلا أن تستلموا المعلومات ثم تعيدوا تحليلها وتحللوها وتفسروها اعتمادا على القاعدة التي تقول أن البشر ما زال متفوقا في التفكير القائم على السياق والإفداع الحقيقي ما أعطاه الله من سبحانه وتعالى من قدرات عقلية لبين البشر ما زال الذكاء الاصطناعي لا يمتلكها وأعتقد أنه لن يمتلكها لأنها سر إلهي لا نقاش في ذلك خلاصة القول من كل ما تقدم أن أخطر تحديات الذكاء الاصطناعي أنه لا وجود لحدود جغرافية وقانونية أو أي قيود حكومية يمكن أن تتحكم به هو التحدي الأكبر أن المحتوى سيصل إلى المتلقي بشكل مباشر وسيكون المتلقي هو الحكم لن تستطيع الحكومات أن تتحكم بهذا الأمر هذا ما يقوله المنظرين للذكاء الاصطناعي لا ندري إن كان قادم الأيام ستؤكد لنا هذا الأمر أم تنفيه وأختم بالقول أن لا خيار أمام الإعلاميين سوى الاندماج المدروس مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بشكل سليم وعليهم أن يقفوا أمام حقيقة مهمة هو أن الذكاء الاصطناعي لا يتحرك ولن يتحرك بمعزل عن البيئة التي يعيشها بني البشر لذلك علينا أن نعي هذا الأمر أو علينا كإعلاميين أن يعوا هذا الأمر ويتفهموه ويحاولوا أن يستفيدوا من ذلك شكراً جزيلاً وأعتذر شديد الاعتذار عن الإطالة أتمنى أن أكون قد وفقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله وخيراً عنا سعادة البروف جمال عبدنا موس صلى الله أن ينفع بعلمكم بارك الله بك دكتور الله يحفظك إن شاء الله نعم أحبتنا الكرام نفتح الآن فقرة المداخلات والأسئلة لمحاضرة الذكاء الاصطناعي والعكاساته على العمل الإعلامي من أحب أن يستفسر أو أن يطرح سؤالاً فليتفضل برفع أداة اليد أو طرح سؤاله في الشات نعم معنا الأستاذ حمد بن عبد الله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله جزاكم الله خيراً على هذا الأسبوع وعلى هذا اللقاء الجميل وعلى هذه المحاضرة القيمة بارك الله فيكم معكم حمد بن عبد الله الحسن من سلطنة عمان حقيقة أنا أمارس الآن رياضة واستمتعت بما استمعت إليه فكانت الرياضة لدي رياضة فكانت الرياضة لدي رياضتين رياضة فكرية ورياضة جسدية بنانية فبارك الله فيكم حقيقة ما طرحه المحاضر جزاه الله خيراً أمر مهم وخطير ويجب أن نكون على مستوى الحدث كما أكد قبل نهاية محاضرتي لا يجب أن نكون فقط مستقبلين وإنما علينا أن نكون مؤثرين حرب غزة يعني الأخيرة أثبتت بما لا يدعى يعني مجالاً للشك أن الإرادة والإدارة الصحيحة إذا ما وجدتاً فإنهما بعد توفيق الله سبحانه وتعالى كفيلتان بتحقيق الاهداف الآن أقترح أن تتولى منصة أريد المباركة إقامة تجمع لأهل اختصاص في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف الدول العربية والإسلامية أن يكون هناك مركز أو سموه ما شئتم يعني بما ترونه مناسباً يتولى تدريب على أدوات الذكاء الاصطناعي يتولى التحقيق في مختلف الأخبار التي تنتشر في مختلف مجالات العلوم إلى آخره ويكون بلغات مختلفة لأننا رأينا التأثير الكبير لمثل هذه الأدوات ولوسائل التواصل الاجتماعي في تغيير مسار الرأي العالمي عرب غزة يعني حقيقة برغم ما يكتبينا من ألم ويعتصرنا من حزن على ما يحدث لإقواننا في فلسطين إلى أنه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بما بذلوه من جهاد بالمال والنفس أعطانا أموراً كثيرة من أهمها أننا لابد أن يكون لنا تأثير في هذا العالم لماذا لا نبدأ من حيث انتهى إليه الآخرون فهذه خاطرة أحببت أن أشارك بها وأعتذر عن التطفل وجزاكم الله خيراً ومنكم نتعلم ونستفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً يا أخ عبدالله كلام اقتراحك وجيه ومنطقي وأنا أثني عليه وأدعو حقيقاً منصة أريد التي عودتنا دائماً على أن تقدم ما يخدم الباحثين الناطقين بالعربية أدعوها لأن تنشئ تجمعاً خاصاً بما يتعلق بأدوات الذكاء الاصطناعي وأن تقيم في هذا التجمع لا غير أن يكون حضوري أن يكون أليكتروني بآلية معينة يتم فيه تدريب الكفاءات العربية على كيفية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلام في البحث العلمي في المجالات الطبية في المجالات الهندسية في كافة مناحي ومجالات الحياة الغرب ليسهم أفضل منا نحن من علمنا الغرب أبجديات العلم فلا يصح أن نبقى نتفرج عليهم ونتلقى فتاة مواعدهم في التكنولوجيا وفي غيرها شكراً جزيلاً تتم للمقترح أخي العزيز أخترح أن يكون هناك وقف أو دعم لهذا وكذلك أن يكون يفتح المجال أيضاً للتطوع وأن نكون أيضاً حاذرين حتى لا يدخل في مثل هذه تجمعات التي تهدف للخير وناس لا يدخل وناس مسيسون وجزاكم الله خيراً جزاك أنا أيضاً أؤيدك في هذا الأمر جزاك الله خير معاً بارك الله بكم طبعاً منصة أريد سباقة بأمل الذكاء الاصطناعي إن شاء الله وموجود أيضاً فتحت الوقف الذكاء الاصطناعي الآن موجود ونسأل الله أن يستفيد من الأخوة الباحثين نعم معنا مشاركة من الدكتور أثمان وعذراً أنه قبل قليل يعني لم تستطع المداخلات فضل فضل دكتور شكراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أشكر الأخ المقدم البرنامج والإخوة المتداخلين وأخص بشكري منهم الأستاذ الدكتور أبدالهاد الزبيدي الذي قدم مهاضرة قبل قليل بأنوان المنهجية العلامية في مواجهة الظواجر السلبية المخدلات المزل أتداخل في هذا الموضوع ثم أن تقلع الموضوع الذي يليه الذي قدمه أستاذ الدكتور جمال أبدالناموس حقيقة نعيش الآن في أصل خطير أصل أو أصل آآ يبشر بأسوأ ما يمكن من الأصول التي سبقته ويتغير من حين إلى آخر في وقت سريع جدا وبالتالي لابد أن نأخذ كل الحضر والحيطة على أن نبرمج آآ جيدا في تنشئة أبنائنا الذين يحنفوننا من قبل ولذلك مسألة الظواهر السلبية التي أشاهدها ونلمس آثارها كل يوم ثقيقة الظواهر لا تبشر بخير وبالتالي كثير من المجتمعات في العالم العربي والعالم الإطريقي الذي يمكن أن نقول أغلبه من الفئة المسلمة يتضرر لأن كل المظاهر التي تنعكس سلبا على أبنائنا وعلى أجالنا هي من منبعها من الغرب الغرب ليس له أي أبجديات إلا أنه يريد أن يدخل كل المساوي والمفاسد في داخل بيوتنا سواء أبرى الهواتف أو أبرى التلفزيونات أو أبرى كل وسائل أخرى ولذلك الجانب الإعلامي الخطير هو الدعايات التي تبث من خلال الدعايات التي تبث من خلال البرامج برامج التواصل الاجتماعي برامج السائر الآن هي خطيرة جدا بالإضافة إلى أن المخدرات التي تحدث أنها المهاضر وهو محور اللقاء المخدرات الآن ظهرت بأساليب مختلفة جدا وكثيرة التنوع وقد تكون في الأشياء الصالحة الأشياء التي يمكن أن يستعملها الإنسان في كل يوم على سبيل المثال هل نحن نصدق أن المسواك الذي يستاكم المسلم كل يوم نجد فيه مخدرات هو المعجون فيه المخدرات ولذلك نحن ابتعدنا عن التقنية ابتعدنا عن التحاليل التي يمكن أن تشفع لأبنائنا ولأجيالنا ولذلك كل ما يصدره الغرب نتقبله بسطر الرحل نقول هذه صناعة جديدة نملكها وندخلها في بيوتنا ولكنها تضرنا كثير من المخدرات هي ابارة أشياء تبدأ بسيطة ولكن تتراكم في جسم الإنسان فيزل هذا الإنسان جسمه غير صالح ولذلك الغرب إذا حاول أن يدمر ويفسد الجيل يستطيع أن يتغلب على أمرنا ولذلك فلنكون حذرين ويمكن أن نعلم أبنائنا ونحسهم على أن لا يمكن أن نتعامل مع كل شيء إلا بعد أن نفحصه طفحيسا جيدا هذا جانب الجانب الآخر في المداخلة الثانية المتعلقة بالزكاة الاصطناعي حقيقة أنا سميت عن هذا الموضوع وبالذات الزكاة الاصطناعي وكيف يعمل ويحرك الإنسان منذ فترة ليست طويل أن هذا العلم أو هذا الفن الذي أسميه علم مستجد يحييني كثيرا هل هو انتقال من الروبوت إلى هذا الزكاة الاصطناعي الذي نسميه الآن هو انتقال فقط انتقال تدريجي ومتطوري في الروبوت الذي كنا نعرفه يعمل كل شيء هل هو بديل له أو هو جاء متطور له هذا جانب ربما اتدخل الدكتور جمال لي يسعفني أكثر فالخوارزميات التي أكلم عنها سعد الدكتور هي فعلا خوارزميات نعرف أن الخوارزم هو الذي جعلها أو وضعها وبلورها في وقته وان كانت لم تكن بالشكل المطلوب الآن لكن كانت في وقته أيام إذن كانت متطورة أخذها الغرب وتطورها بشكل أو بآخر وانتج منها ما انتج فهل الزكاة الاصطناعي الذي نتكلم عنه الآن وهو داخل في مجالات متعددة كما أشار إليها سعد الدكتور وبرك الله في إفادتنا بهذا الموضوع بالشكل الجيد هي تطهم في كل موضوع فهل هل نحن المتخلفون مستعدين لتعامل مع هذا الزكاة الاصطناعي وقد أشار أباد داخل الأخير قال أننا نستعد استعداد جيد لنتعامل مع هذا الزكاة الاصطناعي ونطوره أكثر ولكن شعوبنا الآن التي تبحث عن الأكل عن الحرية عن الديمقراطية عن السلام الأشياء البسيطة التي ما توصلنا إليها هل نحن نفكر في أن نتحامل مع الزكاة الاصطناعي وأن نطوره هذه إشكاليات كثيرة جدا وإن كان منصة أريد كذلك لها جانب في هذا الباب وقد تعباتوا كثيرا مع هذه المنصة إلا أنني أتساءل دائما هل يكلفنا هذا الأمر أختصر هل يكلفنا هذا الأمر فقط التدريب وبالتالي إداد الجيل حتى يكون مستعد للتعامل مع هذا الفن أو بأي كيفية من الكيفيات نلاحق هذا أو نلتهق مع هذا الرقم وشكرا جداك الله طيرها للإطالة شكرا 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 دكتور بارك الله بك على هذه المداخلة الطيبة سعى دكتور شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا تور من دولة شاد حياك الله وبعياك هذا أروع ما في منصة تريد أن تجمعنا من مختلف بقاء على الأرض لنلتقي ونتناقش ونتحاور ونتبادل الأبتار في كل ما يساعد في نهضة أمتنا وعودتها إلى المكان التي تستحق فقط حتى أوضح لك الأمر عندما تحدثت عن الذكاء الاصطناعي وانعكاساتي على الإعلام وذكرت مصطلح صحافة الذكاء الاصطناعي حقيقي هي لوب الإعلام هي صحافة الذكاء الاصطناعي وعندما ذكرت الروبوت هناك هناك يعني نقاشات كبيرة هذا مصطلح لم يتم حتى الآن ينضاجه هناك من يسميها صحافة الروبوت وفريق آخر يسميها صحافة الذكاء الاصطناعي لكن الأعم والفريق يعني أنا أذهب مع الرأي الذي يقول أن الذكاء الاصطناعي أعم وأشمل الأدوات الذكاء الاصطناعي هي من تنتج لنا محتوى فيه فيه حرفنا فيه فيه جودة عالية فيه يعني فيه قدرة على الإقناع أكثر بكثير من الصناعة التقليدية إن جاز لنا التعبير أما الروبوت فهو أداة مجرد أداة من أدوات الصحافة الذكاء الاصطناعي وعندما تحدث عن صحافة الذكاء الاصطناعي فهنا تحدث عن أجهزة الهاتف المحمولة عالية الدقة في التصوير والنقل والتواصل بشبكات 7G و6G و5G أتحدث عن منصات أنترنية الأشياء التي سيكون لها تأثير كبير أيضا في نمو صحافة الذكاء الصناعي أتحدث أيضا عن الطباعة الثلاثية الأبعاد أتحدث أيضا عن منصات البيانات المفتوحة التي تضخ كميات هائلة من البيانات التي تحتاج مننا أن نحللها ولا مناص أمامنا إلا توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات وفهم ما فيها الخلاصة أختم أنه أقول لك يا سيدي العزيز أن هناك حاجة شديدة إلى أن نزيد البحث والتعرض التفصيلي في مستقبل صناعة الإعلام في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقيد هيكلة الإعلام بمجرد وظائف يقوم بها الروبوت الأمر أكبر من ذلك بكثير الغرب يحط الخطى نحو صناعة أدوات ذكاء اصطناعي فيها ما فيها من ما يمتلكه البشر وعلينا أن نستعد لذلك الأمر لا يحتاج إلا أن نكون جاهزين وأن نواكب ما يحدث في العالم من تطور على صعيد الذكاء الاصطناعي وعلى أقل تقدير في مجال الإعلام لأن الإعلام هو من يوصل لنا كل أخبار وكل أنشطة المجالات الأخرى وجزاك الله خير جزاك أخير مثلا بارك الله بك دكتور نعم معنا المداخلة الأخيرة وعذرا للأخوة الذين يريدون يشاركون وذلك لضيق الوقت معنا المداخلة الأخيرة من الأخت خضر حديدان وأرجو أن أكون قد لفضوا الإسم صحيحا فتفضلوا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لقد لفضتم الإسم بشكل صحيح حياكم الله وبيكم شكرا لمنصة أريد على هذا النشاط شكرا للدكتور للدكتور على هذه المحاضرتين لدي فقط سؤال موجهة للدكتور الخاص بأدوات الذكاء الاصطناعي والله يا دكتور نبي حاجة إلى أليات عملية ماذا نفعل ما هي الأليات العملية التي يمكن أن نجابها بها هذا التطور وهذه أدوات الذكاء الاصطناعي والله هي ذكية فعلا والله هي أبناء أنا الآن عندما تكلفهم بعمل مهما كان بسيطا يروح مباشرة لشات جي بي تي جي بي تي معناها كمال أنه أصبح عبد أو مدمن تماما على أدوات الذكاء الاصطناعي باختلافها ما هي الإجراءات العملية هو سهل أن نقول بأنه يجب أن نواجه ما شبه ذاك ولكن عمليا ماذا نفعل الأمر حلو معتقدنا شكرا جزيلا على إجابتكم شكرا 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 يا الله دكتورة من الجزائر ليس كذلك دكتورة دكتورة كذرا من الجزائر صح دكتورة بإمكانكم فتح المايك تسمعوني أخي عدنان صوتي واضح نعم نعم دكتور صوتك واضح بس كان المايك أصبح عندهم خلل فيه فضل دكتورة تمام تمام الإجابة على ما ذكرت على مداثلة الأخت السائلة من الجزائر الشقيقة يعني حقيقة إحنا الآليات لا تحتاج إلى جهد أو شديد عناء حتى نضح هذه الآليات فالأمر واضح جدا نحن أمام تدفق لتكنولوجيا وتقنيات حديثة ومتطورة أصبحت متاحة موجودة وما علينا إلا أن نتقن مهارات استخدامها قد يبدو أكثر تحدي واجهنا أننا أن أنظمة الحكم في بلداننا لا تشجع لا تشجعنا كباحثين بالقدر المطلوب حتى نستطيع أن نطور مهاراتنا وقدراتنا إذن لا خيار أمامنا إلا أن نكون منفذين أو مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينا أن نهتم بتطوير قدراتنا ذاتيا وأن نعمل على امتلاف مهارات هذه استخدام هذه الأدوات وتأضيفها على أقل تقدير لا أحد يمنعنا من أن نشكل مجاميع أن نشكل تجمعات عفوا نشكل تجمعات نجتمع فيها نحن المهتمين بشأن الأمة وكيف تصل أو تعود إلى المكان التي تريد الذكاء الاصطناعي بمجمله الآن العالم كله يعاني من غياب تشريعات ضابطة يمكن أو مبادئ أخلاقية يمكن أن تنظم عمله نحن بإمكاننا أن نضع لهذا الأمر مستندين إلى تعاليم ديننا وأن نضع شيئا يمكن أن ننظم به الأمر وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ولات أمورنا لكي يقدم لنا الدعم المطلوب ونستطيع أن نفعل شيء خدمة لأنفسنا ولأمتنا ولديننا وأن نلقى الله بوجه أبيض شكرا جزيلا شكرا دكتور بارك الله بكم نعم أحبتنا الكرام نعتذر لمن لم نتح له المداخل أو السؤال فبارك الله بكم لضيق الوقت طبعا باسمكم أيضا نشكر سعادة البروف جمال عبد ناموس على هذه المحاضرة الطيبة والشكر موصول أيضا أحبتنا لسعادة البروف عبدالهادي الزيدي الذي قدم محاضرته في اليوم الأول لأسبوع الثقافة الإعلامية في موسمه الثاني نعم أحبتنا الكرام ننتقل مع حضراتكم الآن لطريقة الحصول على الشهادة لهذه المحاضرتين وأسمح لنا طبعا بالبداية تم وضع رابط الشهادة والحضور في الشات وأسمح لنا أن نشارك مع حضراتكم الشاشة لشرح طريقة الحصول على الشهادة نعم أحبتنا الكرام عند الدخول على محرك البحث جوجل ونكتب به منصة أريد العلمية فتظهروا بالصورة الواضحة أمامكم وبالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة فقط يضغط على تسجيل الدخول فيطلب الأمر منه البريد الإلكتراني وكلمة المرور الخاصة به ومن ثم ينتقل إلى صفحة الرئيسية مباشرة أما بالنسبة لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة فبإمكانه الضغط على تسجيل حساب جديد فيتطلب الأمر منه بعض الأسئلة كالاسم باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية وبريد الإلكتراني فعال وتأكيده وكذلك كلمة المرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها بعد ذلك نضغط على التسجيل فنصبح بإذن الله أعضاء الرسميين في المنصة ننتقل بعدها مباشرة إلى الحائط أو صفحة الرسمية والتي تظهر أمام حضراتكم بهذا الشكل تجدون في الطرف الأيمن للشاشة نظام عليم في الطرف الأيمن للشاشة نظام عليم نختار منه نظام عليم بالضغط عليه فننتقل مباشرة إلى الأقسام الخاصة بنظام عليم وهي المحاضرات القادمة والبحث العلمي وهذه جميع الأقسام نختار منها المحاضرات القادمة نختار المحاضرات القادمة فنتقل مباشرة إلى القسم الخاص بالمحاضرات ونجد فيه المحاضرتين التي نحن بصددهما فنضغط على أي واحدة منهما أرد استخراج الشهادة لها فنتقل مباشرة إلى رابط الشهادة وهذه هي محاضرة الذكاء الاصطناعي وهذه أيضا محاضرة المنهجية الإعلامية في مواجهة الظواهر السلبية نضغط بعدها إصدار الشهادة بلغة العربية أو باللغة الإنجليزية طبعا بالبداية يجب التسجيل الضغط سوف يظهر هنا أمامكم زر مكتوب عليه التسجيل عند الضغط على التسجيل نستطيع إصدار الشهادة باللغة العربية أو الإنجليزية نعم أحبتنا الكرام طبعا الشهادة برسوم الرمزية قدرها خمسة دولار ولمن يمتلك العضوية الاحترافية بإمكانه تحميلها مجانا طبعا تظهر بعد الضغط على الرابط تظهر بهذا الشكل لمن كان لديه العضوية الاحترافية سوف تتحمل الشهادة عنده بالمجان أما لمن يمتلك العضوية الاحترافية عفوا الشهادة برسوم الرمزية قدرها خمسة دولار نضغط على تحميل الشهادة فيتطلب الأمر بضع ثواني تظهر الشاشة بعدها بالصورة الواضحة أمامك ويوجد هنا أيضا شعار منصة أريد وكذلك شعار جمعية بصيرة وتشاهد هنا أمامكم النموذج الخاص بالشهادة هذه بالنسبة للشهادة المنهجية الإعلامية وهذه بالنسبة للذكاء الاصطناعي نعم حبة الكرام أيضا ننوه إلى أنه بإذن الله سوف نقوم غدا بنشر التسجيل الخاص لهذه المحاضرتين على منصة أريد العلمية على موقعنا على اليوتيوب وستجدونها إن شاء الله أيضا على الموقع هنا وأيضا في جميع المواقع التواصل الخاصة بمنصة أريد العلمية سنضع جميع الروابط للتسجيل لهاتين المحاضرتين نعم أحبتكم الكرام وصلنا بفضل الله وحمده إلى ختام اليوم الأول من أيام الأسبوع الثقافي الإعلامي الأسبوع الثقافة الإعلامية التي ترعاه الجمعية البصيرة وأيضا بالتعاون مع منصة أريد العلمية ونختم هذا اليوم بقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ويتجدد اللقاء غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته